موسيقى الدكتور أحمد عاصم الملة استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز ريال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وCBC كابيتل عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا موسيقى 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 فعالم النساء وعالم تأخر الإنجاب وكلمة مهمة اسمها تكايس المبايد فيه تلات نقطة عايز أتكلمكم النهار دواء فيهم عن تكايس المبايد قبل ما ندخل فيه معمعة الحوار أول حاجة كتير من الناس فاكرين اللي عندهم تكايس المبايد مش يخلفها أو بيخلهم بصعوبة هو صيح الخلف بتاعتهم ساعات فيها مشاكل لكن فيه حالات كتيرة بتحمل حمل طبيعي ومفيش أي حاجة وبتكمل حملها طبيعي ده أول معنى المعنى التاني إنه فيه ناس برضو عندها اعتقاد علمي شبه صح إن اللي عندهم تكايس المبايد في المبايد عندهم سمنة أو لازم يكون عندهم سمنة لا فيه حالات تكايس المبايد ما عندهمش سمنة جسمهم طبيعي أو حتى يعانهم من نحاف ودي مش هيبقى اسمها متلازمة هيبقى اسمه مرض تكايس المبايد سيبكم التسميات فيه علاقة وثيقة جدا كمان معلومة تلتة بقى إنه فيه كونيكشن كبري كده ما بين تكايس المبايد والقلق القلق جزء من المتلازمة ده لقوا كمان إنه الستات اللي عندها تكايس مبايد لما بتخلف ولادهم بيطلعوا عندهم قلق عن اكزايتي فده علاقة وثيقة بقى بين الجنين اللي ستت عندها تكايس وما بين حالته النفسية بعد كده دي دراسة مهمة جدا لكن خلينا أقول لكم إن التكايس المبايد دلوقتي بقى أقدر أقول لكم ايه موضوع العصر بقى هو اللي فرض نفسه بقوة شي دي جدا في الحوار قوي جدا تواجده في المجتمع العربي ومشاكله كتيرة وبقى في تأخر الإنجاب بيفرض علينا فتير احنا للا جاء للحاق المجهاري بس عندهم مشكلة بحاجات تنشيط وموال كده يعني زي ما تقول معادلة غريبة لازم هتنشك بس انت خايف من فرض تنشيط وستة عندها قريدي زيادة في الحالة الهرمونية فالكلام في تكايس المبايد كلام مهم جدا النهاردة حوار مهم جدا مع ضيفي العزيز الذي يبدأ جدا في حواره دائما في عالم تأخر الإنجاب ضيفي العزيز سيد دكتور أحمد عاصم الملة استشاري الحاق المجهاري وجراحات المناظير النسائية بمركز رويل منورني وسعيد جدا بهانسلسلين على دكتور احنا وسهلا بحرّتك يا دكتور أيمن وانا سعيد بتواجد مع حرّتك ومع مشاهدنا دايما وطبعا حرّتك كلمت فعلا على موضوع يمكن بنشوفه كتير خصوصا في مصر هنقول خصوصا في مصر ليه؟ لأن احنا في مصر تقريبا عندنا عداد غذائية غير صحية كتير وبالتالي في سايدات كتير عندنا من المصريات بيعانوا من السمنة والسمنة دي من الحاجات برضو اللي بنشوف فيها حالات كتيرة من حالات تكايسات المبيضين هي المشكلة في تكايسات المبيضين أن هي على قد ما هي بتعمل ضعف للتبويض زي ما قلت لحضرتك حالا في الكلام أن فيها مضعفات برضو أثناء تنشطنا وأثناء تحضرنا وبالتالي ليها تحضير معين وليها تنشط معين وليها بروتوكول معين حتى عندنا في الحقن المكاري يعني بالذات مرضى التكايسات دول إحنا بنبعينينا عليهم قوي في الحقن المكاري إزاي نحضرهم وإزاي نجهزهم صح للحقن المكاري أولا الست اللي عندها تكايسات هي يعني هنقول الأول تشوك وهي جاية لي منين هي هتشوك لما تلاقي عندها بدأ يحصل لها حاجة اسمها اختلال في البريد أو الدورة بتيجي مش منتظم ساعات يا دكتور بيطلع لها بعض الشعر الزيت في الجسم في الأماكن هي مش متعود عليها زي الدقني كده ممكن يشبتلع شوية على الدق ممكن يطلع حوالين السورة هو خط المنتصف في الجسم ده أخطر أنواع الشعر يطلع في الست تمام فهي بتبتدي تشوك هجلنا هنقول لها دي من علامات التكايسات بس هنؤكد إزاي هنعمل لحضرتك ألترا ساوند أو صنار مهبلي هنشوف فيها شكل التكايسات بالصنار المهبلي وشكلها من الحاجات الواضحة جدا ومعروفة زي ما حضرتك شايف دلوقتي معانا على الشاشة هو ده شكل التكايسات عارف حضرتك احنا بنشتبهها بشكل العقد كده اللي هو بيبقى له فصوص وبيبقى مجواء بيبقى زي ايه مفرخ كده إنما له الفصوص اللي هي الدوائل الصمرة دي اللي هي البويضات لو حضرتك بسيت هتلاقي عدد بويضات كتير أكتر من الطبيعي اللي احنا بنتكلم كنا بنقول خمسة ستة في كل مبيض لا ده ممكن توصل ستاشر عشرين في كل مبيض طب يا دي حاجة حلوة ولا وحشة هي حاجة مش حلوة قوي ناكلة باتر ناكلة باتر ندال وغير كده إن دول المشكلتهم بيبقى عندهم ضعف بقى تبويض مش ضعف مخزون لأ ده بالعكس دول بيبقى مخزونهم زايد يعني دي لما أجي أعمل لها تحليل كنت تكلمت حضرتك عليه قبل كده اللي هو تحليل مخزون مبيض بيطلع أكتر من ثلاثة وفي ناس يطلع أكتر من خمسة وستة وفي ناس أكتر من عشر وناس والله شفناه أكتر من عشرين دي بتبقى إيه؟ إنت شايف فيها أنترالفولك الكاوتا ومقدمات بويضات كتيرة جداً وتلاقي المبيض لوحده من غير ما تنشطه ووصل له ستة سبعة سنتي أو تمانية سنتي لوحدة وإنت ما نشطتش تخيل بقى المريضة دي إنت داخل تنشطها الحقن المجهري لو إنت مش شاطر وعارف إزاي هتنشط مريضتك دي صح المريضة دي ممكن تخش منك في المضاعفات تيجي بقى عندنا في الحالات الحارجة فأول حاجة بقول للمرضى دول إيه؟ لو حضرتك زي دوازن زي ما حضرتك قلت انزلي وازن هتمشي على دواء اسمه الجلوكوفاج أو السيدوفاج اللي هي مادة الميتفورمين بعض الناس يقول لك ده الكلام ده للسكر وبتاعها أو لا آه مابتوع السكر بياخدوه انت بتاخده عشان عندك حاجة فيها في جسمك اسمها الانسولين ريزيستنس فحضرتك بتاخدي الميتفورمين ده هيحسلك البويضات اللي هتطلع عنده حضرتك هو مش هيضيع التكايسات مفيش حاجة في الدنيا بتضيع التكايسات بعض المرضى تيجي تقولها يا دكتور اعمل لي منظار وديلي التكايسات دي هقول لها لا ما هو المنظار التسقيبي حتى اللي بنعمله وما عادش مفضل في العلم الحديث ان احنا نقعد نعمل منظار التسقيبي زمان كانوا بيمسكوا الميبيض ده اللي مليان بويضات ده وفيه بقى تكايسات كتير يقعد تيك 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 يقعد يكوي التكايسات دي بالتسقيب وهو بالتالي كان بيأثر بالسلب على المريضة دي بدل مخزونها ما كان زايد ده ضيع لها المخزون خالص ده كان جريمة فالكلام ده حديثا ما عادش مكبول في العلم حتى لو مبيض يعني في عدد بويضات كتير جدا هو غير مسموح بأكتر من 3 لأربع تسقيبيات في كل مبيض لو انت اصلا نويت تخش بمنظار طيب المريضة دي لو هنشطها هنشطها زي المريضة العادية لو بنشطها الحالة المجاري لأ لان اقول لها انت هتمشي على بروتوكول اسمه البروتوكول المعاكس او المضاد مش البروتوكول المعتاد للمرضى التانية ليه بنشطك بجرعات بسيطة وكل شوية بعملك تحليل اسمه اليتو اللي هو الاسترادايون اعرف نشاط البويضات ده وصل لفين عشان ابقى مؤمن نفسي انت دخلة في استجابة زي ده ولا لأ طيب عرفت ومشيتك بجرعاتك لما اجا يقديكي حقا ان التفجير اللي هي عشان اكتمال ضدج البويضات واسحة بالبويضات هاديكي الحقا ان المتعرف عليها اللي هي زي اله سي جي والكوليومون والكلام ده لأ انا لو عملت معاك كده هتخش العلاية المركزة لأ ده انا بديكي البرتوكول المضاد ده عشان اعرف اديكي الحقا اللي هي الاجونست زي الديكابتيل او التريبتوفان ما اللي هي الحقا اللي ما تخلنيش اخش في الاستجابة ازاي ده ده واقول لحضرتك من وانا بنشاطك ان احتمال كبير انا هنشط حضرتك هسحبلك البويضات هعملك اجنة بس مش هزرعلك في نفس الدورة انا هجمد الاجنة دي عندي في الحضانات وهستنى حضرتك ترتاحي خالص وبعد كده ازرعلك بعد شهر اتنين تلاتة تكوني اني ترتاحتي خالص وضمنت ان معايا اجنة حلوة ليكي وانتي ما دخلتيش في مشاكل مش الحاجة الحلوة ان المريضة تحمل وبس تحمل حمل امن مش تحمل وتخش العينها المركزة هي لو حملت في الوضع ده وكان عندها استجابة زي ده ده بالعكس ده ممكن تزيد اكتر في الحمل نتيجة ان الهرمون بقى بتاع الحقنة التفجيرية ده هو بيتفرس في الحمل لوحده طب انا قادر اوقفه من بره طب من جوه هوقفه ازاي لما يحصل حمل لازم انهي الحمل ده خالي الحل في بعض الحالات دي الحرجة احنا ننهي الحمل اللي احنا عادنا نستنىه عمر طب من الاول بقى الوقاية خير من العلاج يبقى انا اجهز المريضة دي كويس اتباحها كويس مش هجبها بعد اسبوع ولا بعد عشر ايام زي المرضى التانية لا ده انا كل يومين حرودك هتكوني عندي في المركز بتعملي تحليل اسمه اليتو وبشوفك في الالتراسان ولو لقيت عندك مقدمات استجابة زي ده انا معرفك انك هتسحبي وتجمدي وتزرعي في دورة تانية وببتدي قدي لحضرتك بعض الادوية اللي تهبط النشاط بتاع المبيض ده لو انا خدت القرار ده خلاص بحيث انه ما تخشيش في الاستجابة الزي ده دي قصة مهمة جدا انا خايف من كلمة استجابة زي ده ده هي قصة مهمة ودي كانت نايت ميرز بتاعنا يعني بتوع ده كترة الحق المجهري تسألهم نايت ميرز بتاعكم ايه؟ هيقولك الوفيريان هايبر سيميليشن سندروم او استجابة الزي ده او حاجة بالمعنى المتعرف عند المرضى في فرط التنشيط لانه حالة الحق المجهري المفروض دي سيتيويشن قامن يعني مفوش اي امرجنس مفوش اي طوارق فلما يحصل حاجة تدخل الست وحدة العناية المركزة ده هو ده يتمير الحقيقي ده كابوس طبعا طبعا وبنبتدي نقول طب هنفترض بقى خلاص الامور فلتت منك والمريضة استجابة استجابة زيدة هل هتقف عاجز مش هتعمل حاجة لا هنبتدي نتعامل معها تعامل الاول هنقول لها هتعمل لنا الاول حاجة اسمها صورة دم كاملة هتطمن على حاجة فيها مهمة عندي اسمها الهيماتوكريت ان ما يحصلش حاجة اسمها هيمو كونسنتريشن له نسب معينة يفضل ما يبقاش اعلى من 40% 40 و45 يبقى المريضة دي خلف كريتكال وابقى عارف ان المريضة دي احتمال تخش عناية هشوف نسبة الالبومين في الجسم لان المشكلة في المرضى دول بيحصل حاجة اسمها هايبر برميبيلتي المبيض ده بيعضي رشح ميا في البطن والميا دي بتخلي البطن بتاعت الست تنتفخ وتبقى حاسة بقى لام شديدة لدرجة ممكن تبقى عايقة التنفس بتاعها المشكلة بقى دي بقى كانت الخناءة زمان بنا وبين دكاترة البطن يا دكتور عيم زمان دكاترة البطن ما كانش عندهم علم قوي بقصة الهايبر استيميليشن فكانوا بيتعاملوا مع عيانة الهايبر استيميليشن دي على انها القصايتس بتاعت الليفر زي تعامل القصايتس الليفر حضراتكم تبقوا تدو لازكس او نعم دا في بعض المرضى بعض اللي دكاترة كانوا بيعملوا كده طبعا دا يعني بيموت المريضة لان هو بيسحب مش بس السوائل انت السوديم والبوتاسيام اللي بيبقى مع السوائل دي بيبتدي يحصل له تأثر شديد في المريضة في الالكترولايتس بتاعتها بيحصل لحاجة اسمها امبالنس طبعا الدكاترة دلوقتي اه الدكاترة دلوقتي بقى حتى في الكابتس اللي بلك ده من قدنا قيلها من 20 سنة كيب دا بيشن ويت اند ويس بيتر زاند راي اند مند دا في الكابت يعني ما بنسحبش بسرعة برضو في مريض الكابت عشان ما يحصلوش مرة واحدة هاي بسكلمية ويدخل في هباتك انكفال له بس هو دا التفكير الصح يعني ان احنا نبقى ايه فاهمين ازاي نتعامل مع الحال دي عشان كده الحالات دي لو حصلواها مشاكل احنا بنقول لها اوعي تروحي مستشفى كده عام او مستشفى ما تعرفش ازاي تتعامل معاكل يعني ممكن يضروك كنتعرف ممكن بعض المستشفى تشوفنا مثلا برضى زي دول دخلوا مستشفى قبل كده قالوا لها دا انت عندك نزيف داخلي ولازم انت خدش تفتحي بطنك حالا اوه طبعا عندها نزيف ولا حاجة هو ارتشح من المبيض وهو لو فتح حالا ولمس المبيض المنتفخ ده هيطلقه في ايده بيبقى فرايبول جدا وهيطلقه في ايده يعني بدل ما يعالج المريضة هيدخلها في ديزاستر لانه مش فاهم مهية الحاجة اللي هو بيشتغل عليها دلوقتي بدأ نطلع ان احنا حتى نقلل لو المريضة وصلت للتنفس بتاعها كان مش قادرة تاخده قوي بدأ في بعض الاجهزة اللي بتتحط زي البكتيل ده زي درين كده بيحافظ ان يطلع الميا دي شوية ونعوض بس ما انطلحاش زي بحادتك قلت انطلحها تدريجيا ونعوض بالسوال ونعوض بألبومين الألبومين ونعوض بحاجات تعوض المريضة دي عن الالكترولايتس اللي طالع الالكترولايتس اللي هي البوتاسيا المهم جدا طبعا لان الحاجات دي لو نقصت عند المريضة هتعملها مشاكل كبيرة جدا فبقى خلاص فيه وعي دلوقتي ازاي اقل مريضة بتاعت دي من الهايبر استيميليشن ازاي احضرها ازاي اجهزها كويس للحقن المجهري تسعين في المئة من الحالات دي بنجمد لهم نزرع لهم في دورات تانية وعلى فكرة بيبقى نسب حملون رائعة جدا لان اصلا تقنيات التجميد علية عندنا جدا زمان كنا بنجمد بطرق قديمة كده سمو سلو فريزنج وبعد كده رابط فريزنج وبعد كده طلعت التقنية الاحدث اللي هي الفيتريفيكيشن اللي احنا دلوقتي شغالين بيها اللي بتحافظ على الاجنة بنفس الكفاءة فالناس عادت بتحمل بالمجمد اكتر ما بتحمل من الفريش والناس اللي هم عندهم تكايسات بيبقى استقبال بطانط الرحم بتاعتهم افضل في الدورات المجمدة مش في الدورة اللي هي الفريش اللي هي فيها دي فعشان كده بنقول ايه ان احنا نزبطها كويس ونعمل الكلام ده صح عشان خاطر ايه نبقى مجهزين مريضتنا كويس وعشان نسعى لللي احنا عايزينه ان المريضة دي تحمل والحمل بتاعهم بيكون نفتيره على فكرة كويس والمرضى دول بنقول لهم ده انتوا نسابكوا في الحملة كويسة لانتوا اصلا بتطلع بويضات كتير بس انا عاوزها بويضات جيدة وهديكوا مخزول ليكوا العمر انت بتطلعي بصلا اللي عادية بتطلع عشرة اتنشرة بويضة انت هطلعي عشرين تلاتين هجيبلك اجنة وهجمدهالك واحتفظ بها عمرك ما هتتنشطي تاني كل ما فكر ازرع على حضرتك هزرع وحضر بطانط الرحم وازرع قمته في تكيس المواد القريمة كبيرة جدا لانه بيقيها من النايتمير اللي احنا كلمنا اه اللي احنا تكلمنا فيه وكتير من المرضى ربنا كرامهم وزرعنا لهم وحملوا بالاتنين والتلاتة وربنا كمل لهم الحمل وربنا اراد لهم ان الحمل ده يكمل ويكمل على الخير يعني كتير من المرضى تكيسات المبيضين اللي عملنا لهم زراعة لان دول في الغالب بيبقى عندهم استقبال بطانط الرحم في دورات المجمدة حلو فساعة هزرع جانينين يلزقوا ساعة هزرع ثلاث أجنة هلاقي ثلاث أجنة لزقوا وكنا بعض المرضى بنخيارهم بقى اذا كان نكمل الحمل بالتلاتة او نعمل اختزال بقى المرضى يقول لنا ايه لا كملوا بالتلاتة وساعة نعمل لهم ربط ويكملوا الحمل بتاعهم وعندنا حلات كتيرة ولدناها تلاتات يعني يستحضرني كان شكل اطفال حلو قوي عجبني كان كنا احنا مريضة اتأخرت حمل 11 سنة كاملة وعملت اكتر محاولة الحقن وكانت دخلت عناية مركزة في بعضهم انه هما برضو ما كانتش متحضرة جيدا ربنا اراد وان احنا عملنا لها الحقن المجهري وبفضل الله تعالى ولدناها في تلات أطفال يمكن دي صورة للأطفال اللي احنا يعني كان المريضة دي بتقريبا لسه مولدنها قريب ربنا رزقها بولدين وبنوتة جميلة يعني بقول للمرضى دول بعد سنين الانتظار ده لازم حضرتك تكون ايه عارفة ازاي تتحضري جيدا لموضوع زي موضوع الحقن المجهري عارفة ازاي تمشي خطواتك جيدا لازم الدكتور اللي بيتابع معاك يبقى فاهم ازاي بيحضر حضرتك وشوف ده ده منظر التلات أطفالهم بعد ما طالعوا الحمد لله تعالى يعني الحمد لله ان المريضة قدرنا نوصلها للشهر بتاعك ايه عدوبك هي وصلت اول التاسع وربنا اراض ايه ولدت ايه الاطفال الجمال ده نورتيني وشرفتيني طبعا دكتور احمد عاصم المولة استشالي اللي حافظون من جال وجراحات المناظرين النسائية بمراكز رويل كالعادة بتبدأ في الناس الحلقة يعني انا اللي شرفت بتواجد مع حضرتك ويا رب يكون المرضى والناس المشاهدين بتاعنا اللي بيشوفونا حالة يكونوا استفادوا من الحلقة دي وعرفوا ازاي ايه خطوات التحضير الجيد لحالات التكاييسات دي وازاي ان هم يبقوا ايه يقو نفسه من يخشروا الاعراض الخطيرة اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي يبقى تكاييسة مضايض واحد من المواضيع شديدة اهمية على المستوى العلمي شديد الانتشار على المستوى البشري وشديد التقدم على مستوى التقنيات والابداعات وخصوصا عندما تحتاج المرأة الى التدخل بالحق المجهدين طاقة التكنولوجيا وقفة نقدر نقول عليها جيدة للغاية عشان تساعد هؤلاء الذين يعانون وربما في لحظة تشتد معاناتهم لدرجة ان هم ممكن جدا في طريق حلمهم ايه ايه حصول على طفل ممكن جدا الستة تدخل عناية مركزة خليكوا دايدوا مع المسلحة مشكلة البنكرياس اعراضه بنسميها دايما فيج يعني منهاش عرض محدد تشخيصه ان احنا نقول ينفعلوا عملية فعلا اتطورت جدا جدا مش هيدي اعراض غير ماوصل لحجم كبير قوي وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي عشان تستقصر المنطقة صعبة شوية والعملية تبان انها تخوف شوية لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى الخمسة وتسعية في المجمع الدكتور محمد فتحي عبدالغفار استاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس عميد المعهد القومي للكبد سابقا زميل جامعة اسنبي ألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية اهلا بكم واحدة من ارقى وافضل واقوى حلقتنا على الاطلاق النهار الموضوع خطير جدا وله اهمية قومية وله بعد علمي دقيق واجتماعي كبير نحن نتحدث عن زراعة الكبد في حالات الفشل الكبدي في حالات مشاكل الكبد العصمة العنوان هو زراعة الكبد من المتبرع الفكرة ايه؟ ازاي بيتم نزراع؟ ايه البرامتر والمقاييس الدقيقة اللي احنا بناكدها عشان نبقى ضمنين ان المتبرع ما يتضرش وطبعا المتبرع اللي يستفيد استفادة كاملا اسئلة كتيرة جدا النهاردة تطرح نفسها زي ما توقف واحدة من ادق واهم واكبر المواضيع اللي تهم كل بيت في مصر النهاردة لقاء واحد من اللقاءات اللي بنفخر بها فيه الناس الحلوة بنبقى سعادة غامرة لانه اللقاء مع واحد من الاسماء المصرية اللي بنسعد بيها وبنفتخر بيها على مستوى المصري والاقليمي والعالمي اسم الكبير وطبعا صاحب الكاريزمة والعلم الوفير وصاحب القدرة العلمية الفزة الاسم الكبير طبعا ضيف العزيز استاذنا الاستاذ الدكتور محمد فاتح عبدالغفار استاذ جراحات وزراعة الكبد الاستاذ بكلية طبية جامعة انشامس زميل جامعة ايسين بألمانيا ليه جراحات الكبد والقنوات الاميرارية والبنكرياس وعميد محد الكبد السابق ضيف العزيزة القمة الاميرارية الكبيرة اشك بصوا بأمانة رغم يعني مبعرفش يعني بص مبعرفش اباريك يعني اسابقك في اشيك بجد ما شاء الله اشك يعني ضيف عشان منه واحد من اشك الناس اشك زملاء ما يزعلوش ابدأ للسؤال الكلاسيكي فكرة زراعة الكبد من المتبرق الحي وخلينا نوقف عند الكلمة دي متبرق حي هي فكرتها زي ما احنا عندنا كليتين كأن عندي كبدين الكبدين دول ملزقين في بعض العملية ان انا هفصلهم مع بعض هيبع عندي كبدين وكبد شمال الجزء التاني في الفكرة ان كل جزء من اللي هنفصلهم دول الجسم عنده قدر تجديد نفسه تاني يعني النص اللي انا اخدته للمريض هيرجع يكبر في خلال شهر شهرين من يوم العملية يبقى حجمه ادى حجم الكبد العادي والمتبرع نفس القصة هيبتدي برضو يكبر في خلال شهر شهرين من يوم العملية يبقى حجمه ادى حجم الكبد العادي دي الميزة واللي يمكن اكتر من زراعة الكلا يعني الكلا عندنا كليتين لما انا اتبرع بكلي احنا فقدنا كليا خلاص الكبد لا قصة مش كده انا اتبرعت بنص الكبد فعلا بس النص ده يرجع يجدد نفسه تاني اه هيبقى فص واحد لكن نفص حجما ووظيفيا قد حجم الكبد العادي فهي دي الفكرة بتاعة الزراعة من المتبرع حي الكلازي بيكون متبرع حي في مصر هنا طبعا ما عندي ناش غير متبرع حي في العالم كله الاساس هو من الميت وهي دي الافضل والاسهل والاحسن لكن للأسف احنا لسا ما اخدناش الخطوة دي ودي اعتقد خطوة احنا محتاجينها بشدة جدا يعني ايه الاسس اللي احنا بنبني عليها فكرة الاختيار اول قاعدة ان المتبرع ده مش مريض ده شخص سليم وبالتالي ما عنديش اي مجال ان نعرضه لاي خطورة نتمنى ان الخطورة تبقى صفر في المية بس للأسف في الطب مفيش صفر في المية فعشان كده بنعمله كل حاجة ممكن اي حد يتخيلها عشان نضمن ان المتبرع ده مفيش خطورة عليه من العملية نفسها ودي نمرأ واحد تاني حاجة ان الكبد اللي هديه هو فعلا مناسب لهذا المريض بالذات وينفع لهذا المريض بالذات يعني ممكن تلاقي المتبرع ده ماينفعش للمريض ده لكن ينفع للمريض اخر على حسب وزن الكبد على حسب تشريحات في الكبد وعجات زي كده فهو الكبد لازم يتفصل للمريض ده لكن انا بختار نمرأ واحد عندي مش المريض نمرأ واحد عندي المتبرع لان ده شخص سليم احنا للأسف في زراعة الكبد بنكسر اول قاعدة خدناها في الطب بزمان خالص اول كلمة كان فكوته يقولك ايه اول حاجة بتقزيش حد بس هو التبرع غصبا عني انا عرضت المريض لعملية هو ما عندوش مرض بصل فكايني انا عملت له مشكلة من غير مشكلة عشان كده من اتمنى ان المشكلة دي تبقى صفر ما فيش عشان اوصل للصفر ده انا مش اوصل للصفر اكيد احنا هنتكلم شوية هنعرف انها بس هنثبت المشاكل الكبيرة اللي تؤدي الوفاة نصف في المية بس عشان اوصل لتسعة وتسعة نصف ديت لازم ما يبقاش فيه غلطة فيه مجموعة حاجات هنعملها قبل العملية جهو العملية قبل العملية عشان اقدر من حكاية ديت اوصل دي الرقم العالمي اللي هو مخاطر نصف المية السؤال اللي بفرط نفسه بقى بس انا عايزة نبه بس عشان اللغة العربية عند الاسر في مصر مش بعافية بعافية لغة العربية فيسبوك بيوريني ما هذا المتبرع اللي هو هيددي اللي هيددي المتبرع له اللي هياخد فالمتبرع هدينا مريض متبرع عشان تبقى سأل اه المريض اللي هو المريض اللي هو عنده مشاكل في كم المتبرع اللي هو هيديله يعني الزبط اه ازاي نحضر بني بتي الأول بالصفات العامة لي قبل العملية الصفات العامة دي أنا عايز سن والسن بتاعنا من أول سن 21 ل 45 ممكن نزرع أولاد 50 ولكن كل ما السن بيزيد كل ما مخاطر تزيد عشان كده مش بقى مبسوط لعيان يعني فيه يقول لي مثلا ده فيه ناس اتبرع هوا عنده 50 سنة وبره بيتبرع 50 وحياه 50 برضه هنا هنخش فيه المخاطرة اللي أنا مش عايزها للمتبرع فعشان نبقى في الأمان خلينا في ال 45 من أول 21 ده كل الناس الأولاد القانون بيسمح من الأول سن 18 دي أول صفة اللي هو السن بتاعنا تاني حاجة تبقى فاصلة الدم نفس الفصيلة أو أو سلبي أو وجابي مش مهم ما يكونش عمل عملية كبيرة بطنة قبل كده ما يكونش عنده ضغط ما يكونش عنده سكر وزنه متناسق مع طوله يعني مش تخيل لو وزنه زيت شوية لازم يعني الرجيم قبل العملية لازم يخش بوزن مثالي اللي هم نسميها بم اي تبقى مش أكتر من 28 دي الصفات العامة المتبرع لو تحققت الصفات العامة نبتدي بقى نمشيه في تحضير عبارة عن شوية مراحل دي مرحلة أولى تحاليل مرحلة تانية أشاعات مرحلة تانية تفحوصات آخر مرحلة بتبقى عيانة من الكبد عشان نتطمن إن الكبد ده سليم 100% مفيش خطورة على المتبرع ولا خطورة على المريض كمان نعرب من اليوم المنشود بقى سيل التقنية بقى أفكار التقنية نفسها بتتنزل طبعاً المهمة قوي في القصة إن إحنا التقييم بتاع المتبرع نفسه زي ما قلنا ينفعل المريض ده بالذات ولا ما ينفعلوش اللي بيتحكم فيها كزا حاجة نمر واحد وزن الكبد لأن أنا بعمل أشعات أعرف إن أنا هتديره لفاص اليمين الفاص اليمين ده لازم يمثل واحد في المية من وزن المريض فمثلا لو الفاص اليمين طالع 800 جرام يبقى أنا بتكلم معيان يبقى وزنه 80 كيلو لكن لو اللي عنده وزنه 120 كيلو مش هيفع 800 جرام الحاجات التشريحية إن قلوات المررية بتاعته أنا عندي قناة يمين وقناة شمال قناة اليمين ديت تتقسم لتنين هل هي مقسومة اتنين ولا هي واحدة ولا هي ساعة تبقى ثلاثة كل ده برضو لازم أبص على العيان نفسه حالة المريض نفسها في بعض الأحيان يبقى المريض الحالة العامة بتاعته وحشة جدا تلايف شديد عنده غايبوبة عنده يعني مشاكل جمدة في الكبد ده يحتاج كبد وزنه كبير أقرب من واحد في المية في عيان تاني أنا هزرعتله عشان بقرة وهو مثلا بالحن دي الحزن اسمناها تشايلد مثلا هو تشايلد ايه اللي هو تلايف خفيف شوية ممكن يدينه 8 من 10 مش هزا نوصل لواحد وبالتالي كل مريض هيتفصل له متبرد حسب الحالة بتاعته وحسب التشريح بتاعه وحسب التشريح بتاع الكبد ودايما أنا بقول لهم يعني ايه ممكن العين بيزعله قوي لما يبقى جاي متبرد اقول له لا بلاش ده خطر عليك ينفع آه بس في خطور عليك بقول له ده من الزراعة دي عاملة زي في الكرة كده زي ضربة الجزاء يا جوة يا بره مفيش حاجة في الموص مش هنفع نعيدها تاني فانت لازم تاخد أحسن فرصة ليك وانت داخل العملية بلاش تزود لي المخاطر اللي قبل العملية يعني باشي بقى عند المتورع فيه مشاكل آه ليها حلول عن ده بس كل ده بيزود مخاطر العملية بيزود صعوبات العملية كفاية الصعوبات بتاع العملية نفسها كفاية المفاجآت اللي ممكن تحصل في جوة العملية خلينا خش بأحسن وضع عشان تاخد أحسن نتيجة خلينا خش في أحسن وضع عشان تاخد أحسن نتيجة عشان دي الفرصة الوحيدة بالزبط ها جوة العملية طرع مش نافع عمل ايه ما فيش والله فانا يعني احنا بنصل لمرحلة الليها رجعة طبعا سعب بنوقف الزراعة في مراحل معاناة لكن في مراحل تانية ببعرفش يعني مثلا على سبيل المثال وزن الكبد لقيته شكله ستمية سبعمية طبعا أنا شلت الكبد خلاص وهناك المريض شلت الكبد وزنته طرع ان فعلا صغير هعمل ايه ما عنديش حال خلاص لازم احطوله الكبد وهو صغير احتمالات اني عدي بقى تكلية لجدا فدي مشاكل لازم ابقى انا متوقعها قبل العملية احاول اقللها على قد مطر ممكن العين اخسسه قبل العملية اتقاء اللي حصل فيه لغبطة في الوزن وده وارد عشرة في المية حصل فيها مشاكل السؤال اللي هستقله دلوقتي الحضاراتك هو سؤال اهل المريض غالبا المريض بتاعنا اللي عنده او احتياج انه يتزرع له الكبد هل لما وصل لمرحلة انه محتاج زراعة كبد هل في بدائل ممكن طريقة تانية اسلوب تاني علاجي طالما وصل لمرحلة دي المفروض ان انا بزرع الكبد في الحالة اللي ماينفعش غير زراعة كبد بمعنى نوم زي الكلى يعني الكلة ممكن المريض الفشل الكلوي يخسر سنة اتنين تلاتة اربعا مش مهم لكن ما عنديش في الزراعة في الكبت في الزراعة بقائية يعني احنا بنقسم في الكبت دي تلات مراحل ايه و بي و سي حصل في تشغيل داوض نعتبره مرحلة اولى وتانية وتالتة ما ما بزرعش غير مرحلة التالتة طب يجي لي مريض مرحلة اولى او تانية يقول لي انا طب انا يعني انا داخل في تالتة ما زرعني الوقتي قبل ما اخش في التالتة على ازرع و انا كويس فاقول له لا ما فيش حاجة اسمها زراعة وقاية الزراعة بتتعمل امتى ان ما فيش حل تاني غير الزراعة ما فيش اي بديل تاني غير الزراعة بنقيس مخاطر العملية على مخاطر نسيبه من غير العملية لو طلع ان مخاطر نسيبه اكتر يمحتاج زراعة وعشان كده الحزبة معروفة لازم يبقى تشغيل سي اللي هو المرحلة التالتة من تلاقيه في الكابتين هعرب بقى من السؤال اللي انا مترد اتسئله من اول الحلقة طب المتبرع ده الرجل اللي هيديني الكابت ده هو جاي على رجليه وده في الغلب قريب يعني اخوه مريض ابنه ايه الدرر اللي ممكن يقع عليه الضرر احنا بنقسم الضرر بتاعنا الحاجتين في مشاكل كبرى اللي هي قد تؤدي الوفاء يعني ممكن المتبرع يموت اه ممكن نسبتها دي قد ايه نص في المية وده نص في المية الحقيقة ده رقم حقيقي يعني ده رقم من الارقام العالمية ودي الارقام العديلة في مصر اه نص في المية نفسنا بقى صفر لا بس هو موجود بس ده معلن تسعة وتسعين ونص ما بيحصلش لكن في نص في المية قد تحدث وتحدث نتيجة حاجات بعضها ملوش علاقة بالعملية يعني واحد يجيله جلطة في الرئة دي دي وردة لانا تحصل لاي شخص اعمال عملية كبيرة عشان كده عدلنا في البروتوكلاب بتاعتنا ان مقابل الزراعة لازم بيعمل كل عامل التجلط اللي انا اعرفها ولو في عامل من التجلط عنده عالي ممكن يترفض الزراعة او التبرع فيه لان ده مخا عنده يعني عامل خطورة قد تؤدي الى جلطات تؤدي الى جلطة في الرئة فدي المشاكل الكبير اللي تؤدي الى القفة فيه مشاكل اقل زي ممكن يحصل لازيب بعد العملية وده يوقف لوحده احنا نقش نوقفه تصرف السهل المراري يروح لوحده او اشعة يشفتها يعني مشاكل ليه حلول عندانا دي نسبتها من خمسة لعشرة في المئة يعني من تسعين لخمسة وتسعين في المئة بتحصلش لو ما حصلش حاجة من حاجتين دولة المشاكل الكبيرة ولا الصغيرة على المادة الطويل مفيش تأثير سالبي تطبيعي عندنا متبرعين من سنة 2000 يعني 2001 يعني دخلي على عشرين سنة الوقتي الحمدله ما مرش مشكلة مهم امام المتبرع واضح ان هو حاجة يعني تشغل جزء كبير طبع من هذا القسم قسم الزراعة فيه تعديلات تتعاملت كبيراً؟ تعديلات زي أقول الحك في حاجات كتيرة من المشاكل اللي إحنا شفناها يعني مثلاً ما كناش بنعمل كل عامل التجلط قبل كده لك إن في مريك جات له جد بعد الزراعة والإيه لنا عنده فعلاً عامل من عامل التجلط عنده عالي فبقى البروتوكول لنا لازم كل العينية تعبدوهم عن التجلط مثلاً نسبة الدهون اللي في الكبت في بعض الناس بره في معظمهم ما بياخدوش عينة من الكبت بيعتمل على منظر الكبت في الأشعة والتحاليل لا إحنا لازم ناخد عينة من الكبت ولازم نسبة دهون ما تعديش 15% لو وقتها 15% ترفض فالتدير هيعمل حاجات كلها ممكن تقلل البول أو يعني تقلل مصدر المرضى أو تمنع مرضى أن يتبرعه بس ده حفاظاً على حياة المتبرع وحفاظاً على المنظومة كلها لأن لو حصل لقد الله مشكلة المتبرع لا دي كارسة في مراكز بره قفلت بسبب متبرعه حصل له مشكلة فعشان كده احنا بنبقى حارسين قوي في قصة القرق جوه اللي عملية نفسها في التكنيكس ابتدائينا ههتمة قوي بخطوات يعني مثلاً قص القناة المرارية عند المتبرع قص القناة المرارية دي خطوة بتاخد دقيقة بتقصها كده بس انت عندك القناة اللي يمين دي بتقسم لتنين الفرق القصة لو قصت هنا هتجيب اتنين لو قصت هنا هتجيب واحدة الفرق باللي اتنين دول ملي يعني او اتنين ملي طب الفرق بينهم بالنسبة للمريض ايه لأ دي ممكن تكلفه حياته او ممكن تكلفه ان يفضل طول عمره عنده مشاكل في القناة المرارية وكل شو يعمل منذر ودعامة لان لو جبت اتنين نسبة الديء فيهم اعلى من جبت واحدة الفرق بالتنين ازا اقول حك اتنين ثلاثة ملي عشان كده الوقت انا بنحط مثلا كليب واصور اقول له احنا ممكن نعيد الصورة دي عشر مرات لغاية ما اتأكد ان انا هقص في الحتة المزبوطة لما ضيع ربع ساعة ونص ساعة زيادة في الخطوة ديت انا بوفر للعيان ده مشاكل كتيرة قوي ممكن تحصل بعد كده هو ده السؤال الجاي المضاعفات المضاعفات تتقسم على المتبرع وعلى المريض نفسه مضاعفات المتبرع اللي احنا قلناها هي المشاكل الكبرى التي قد تؤدي الوفاة ودي بعضها غصبا عننا زي ما اقول حتى بسا انا واحد جاله جلطة في رجله وعم يتعرقها اه العين بياخد دواء سيولة والعين بيتحرك ومع ذلك ويري انها تحصل نثبتها قليلا زي ما قلنا بنكلم في نصف المية مشاكل الاقل زي نزيف تسرب السائل مراري اكتشا غشاء باللوري كلها مشاكل يعني مؤقتة في الغالب بتنتهي بخروجه من المستشفى وليها حلول الحمد لله عندنا النقطة بقى التانية ان المتبرع ده هو اللي بيدي المريض وبالتالي كل حاجة في المتبرع فيها مشكلة هتنعكس على المريض يعني لو جبت كبد وزنه قليل انا عرضت المريض لما خاطر ليها تكنيكس معانا عشان نحاول نزبط الامور دي لكن برضو كده زودنا المشاكل اللي هي ممكن تحصل لوحدها قنوات المرارية دي القنوات المرارية المتبرع معتبنة عليها على قصة القنوات المرارية في المتبرع نفسه الدم اللي خارج من الكبد هو بيخرج من وريد معين اللي ورايت لكن ساعة ببقى فيه حاجات زيادة جاية مباشرة على جزء الكبد اللي نتساف في المتبرع اللي اوردت زيادة دي لا الوقت هي بنحب اني حنوصلها ساعات مثلا نختلف طب هو ده كبير نوصله ولا صغير هنقوله لا وصله يعني اعمل الزيادة طلع ملوش لازمة مش اخسر حاجة لكن لو طلع كليل لازمة وده اثر على الدم اللي خارج من الكبد هيعمل لي مشكلة بعد كده فاتدنا ان احنا ناخد خطوات يمكن بكناش بعملها زمان خطوات زيادة بس عشان نحاول نتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل للمريض نفسه نسبة نجاح زراعة الكبد وبرضه عايزين نفاهم الناس حاجة انا عارفها بس لازم الناس تفهمها موقعنا امن العالم انا عارف ان احنا في مركز متقدم جدا في زراعة الكبد نسبة نجاح العملية عندنا في مصر هي فعلا حوالي 85% تصل الى 90% ودي نسبة قريبة من الارقام العالمية تختلف النسبة طبعا على المريض النسبة دي امتى لو المريض ده ما عندوش مشكلة غير الكبد يعني هو تلايه في كبد فشل كبدي بس لكن نفترض ان عنده جلطة في الوريد البابي هنا هنبتدي النسبة تختلف على حسب درجة الجلطة الجلطة اربع درجات اول درجتين ممكن ما تختلفش درجة التالت هتقل قوي درجة ربع هتقل اكتر كتير دي نسب العالمية ودي الحياة اللي موجودة في مصر موقع مصر بالنسبة للعالم في الزراعة لا في الزراعة من المتبرع حي احنا بقنا عالين جدا كده اوروبا كلها عمرهما بيزراعوا الارقام بتاعتنا ديت امريكا كلها عمرهما بيزراعوا الارقام بتاعتنا احنا اعلى منهم فعلا في المتبرع الحي كعدد ارقام وكتكنيك وكأصبح معكوس كخبرة وحاجات زي كده يمكن المنافس الوحيد دينا كوريا واليابان ان هما برضو ما عندهمش قوي من ميت فهما الواحدين اللي شغالين برضو عن المتبرع الحي بارقام برضو فعلا محترمة جدا ارقام كبيرا لكن لو قارن نفسنا بأوروبا وبأمريكا لا احنا متفوقين عين في المتبرع الحي بمراحل اه طب والخبرات هنا اعلى العدد الحالات كمان احنا ايه المعوقات اللي عليك شايف انها لازم تزايل الصعوبات في هذه المنطقة المهمة اول حاجة غرont متبرع الحي احنا نعمل سعادة غامرة احنا بدين الكتاب باخير صحف به يعني هو طبيعي تشتغل جراحات كبد ثم زرعة كم من ميت ثم تشتغل متبرع الحي اصعب حاجة واختر حاجة احنا وبعين حتى بره اللي بيشتقره متبرح حي هو عنده باكب عنده مصدر للميت بمعنى انت عملت متبرح حي والشوريان بواز وما فعرفش الصلاح هو الكابت بواز بعد العمل ايه بيومين تلاته هتعمل ايه؟ هجيب كابت تاني من ايه؟ هجيب بقى متبرح تحضره في وين؟ لا من كابت جاهد التاني بقى بالزبط التاني كان بيحطه على ويتنجلس ده نمرة واحد خلاص طواري يجيله كابت من حد ميت اه فهيحل المشكلة احنا هنا عنده بنك كابت بالزبط اه انت هنا انت بتلعب بخطورة حصلت معانا وحصلت نقدرنا نحضر متبرع في خلال تلات ايام ولحقنا فعلا العيان بس دي مش سهل لأيها يعني لنساعدنا فيها ان اهل المريض نفسهم قدروا يوفرون لنا متبرع واحنا جرينا مع المتبرع بحيس نحضره متبرع تاني متبرع تاني والحمد لله عنهم بقى كويس بس مش كل في مش اي وقت هتلاقي اصلا متبرع تاني ينفع فانمرة واحد احنا مش هاسين اصلا نفسنا فعلا في الماية الضبط تاني حاجة كتر المراكز وكتر توزيع الحالات دي مش حاجة كويس لان انت محتاج خبرة محتاج العدد نقلل اعداد المراكز بتاعتنا بدل مكان واحد بس دي مش عملية يعني لازم مش عملية زايدة عشان اروح في البيت اللي جنبي او في المركز اللي جنبي لا ممكن كل مثلا نقسم مركزين في مصر مركز في القاهرة ومركز في الصعيد يعني انا في رأيه بس مراكز ضخمة ويبقى فيها تبادل الخبرات بدل ما انت بتزرع تلاتين هنا حالة في السنة وده اربعين حالة وده خمسين حالة لا جمعوا كلكم مع بعض والزراع اللي هنا خمسمائة حالة في السنة ساعتها يبقى فيه فعلا نمو للخبرة وساعتها بالنتاج اكيد هتبقى حسن وهيبقى فيه كمان توفير اقتصادي لان انا هوفر بدل ما اقابني هنا لا انا هيبدأ قبلة الموضوع وعمل مساحة ارضها اقابني في حتة جديدة ولياكم في كتوبر ولياكم في التجمع عشان يبقى قريب بينك كل واحد يتدور على بيتك ممكن واحد في التجمع واحد في كتوبر ممكن واحد في كتوبر لا ده كده يعني عشان الخبرات عشان الخبرات تبقى كلها في مكان واحد بالضبط لان العملية دي بالذات عامل الخبرة فيها مهم جدا جدا يعني مثلا بابنقول وزن الكبد القشعة قال لي في الاول ان هو وزنه 900 جرام حصلت معنا في الفترة الاخيرة كذا مرة نفتح العيان ابص على المتبرع اقول له الكبد ده مش هجيب 900 نقفل المريض ونلغي الحالة العين ده لو انا ما عنديش القدر ان انا اشوف بعيني ان الوزن ده مش زي وزن القشعة وخدت الكبد وزرعتولها موتها فالحتة دي مش ممكن هتتعلمها من حالة ولا اتنين ولا عشرة لأ ده انت بعد ما عشرين مرة خدت الكبد ووزنته وطلع فيه فرق في الوزن حفظت بعينك ان الوزن مش ممكن هيكون 900 ده شكله 600 بكتير يبقى بلاش دي حاجة من ضمن الاف الحاجات بضمن مئات الخبرات حياتي دي مهمة قوي 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 الكونكلوجين نهائي بقى في نهاية حلقتنا الزراعة حل كويس بيفرق مع المريض بيقلب حياته 180 درجة يعني بتحول تحول مزهد ثاني لان المريض اللي شاف مريض بعد الزراعة وقبل الزراعة مش هيعرفه لون وشه بيضغير الصفار والغمقان اللي في وشه بيضغير نشاطه بيرجع له فانت فيها جانب جميل جدا جانب اللي هو فعلا من الحاجات القلالة في الطب اللي بتقلب حياتي البناء دم كلها 180 درجة لكن في نفس الوقت عشان توصل لديت لازم تبقى حذر جدا ولازم تزعع على أهل المريض انك ترفض متبرع واتنين ويقولك لا احنا تعبنا مش تلاقيين غير دوت لا صر وهم بعد كده هيعرفوا ان انت كنت صح وهم يعرفوا ان تعبهم ده جيب فايدة فاتعب شوية عايزة خبرة شوية وعايزة إصرار انك ما تقبلش بأنصاف الحلول الزراعة لازم كل حاجة فيها تبقى بالزبط من أول التحضير لجوها العملية لمستهلكاتك جوها العملية مفيش حاجة اسمها توفى في الزراعة مفيش حاجة اسمها تجيب حاجة أقل من مفروضة كل حاجة مشيها زي ما الكتاب بيقول هتصل للنتاج اللي احنا نقبل فيها فيها ان شاء الله تنورت وكالعادة أبدعت وبنتظر حوارك لأنه من الحوارات اللي انا بتعلم فيها كثيرا الله يخالى ومتعلم منك حاجات غايبة عني جدا لانه ده منطقة الجراحية انا بحاجة متميز مباشاطر نورتك ضيفي العزيز القيمة العالمية الكبيرة والاسم العالمي أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد فاتح عبدالغفار أستاذ جراحات وزراعة الكبد الأستاذ بكلية طب جامعة أن شمس زميل جامعة لجراحات الكبد والقنوات المارية والبنكرياس وعميد محل الكبد السابق الاسم العالمي الكبير كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقتنا على الإطلاق في الناس الهامة خليكم على سنة موسيقى كليت الطب القصر العيني حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا عضو الجامعية الأمريكية لجراحين الأسنان أهلا بكم نهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الأسنان طب الأسنان عالم مستو الرائعة أنه تقدم تقدم موزهل في الفترات اللي فاتت دي على مستوى التكنولوجيا وعلى مستوى الأمال وطموحات مش بقى المرضى لا على مستوى طموحات طبيب الأسنان اللي بيعجبني في طبيب الأسنان خصوصا المصريين أن عندهم أمال تسبق ربما أمال المرضى نفسها لا إحنا مش مبسوطين من الابتسامة دي ورغم أن فيه مرضى فيه أوقات معينة كانت السنان بتاعتهم اللي هي فيها عيوبات عيوب كتيرة دلوقتي مينشوفها لا ماينفعش ده يتعمل في 2022 في 2014 و15 كانت الحاجات دي مكبولة السنان جا بيضة قوي شوية مش طبيعية قوي كانت ماشى الكلام ده في 2016 و15 في 2022 لا هم عندهم رغبة وأمل وطموح أنهم يعملوا حاجة تفوق رغبة المريض نفسه فيه نجوم في العالم كتير اللي هو لطب الأسنان ما كانوش بقوا نجوم توم كروز مثلا توم كروز يعني هذا الستيني الرائع لكم أن تتخيلون هو شباب كانت سنانه بايضة خالص حتى تعبيره الواجه هو بتصور مفيش ابتسامة هو مش عايز ابتسم ويعني ده شهادة وشه كده وبتاع شوف الابتسامة عاملة زي دلوقتي ما شاء الله وغيرها يعني برضه توم كروز مسته انه بيجدد على طول في سنانه جينيفر أنستون من الناس اللي كانت صعبة بتصامتهم جدا وكان فيها عيوب جبارة برضه سيلين ديون تكلمنا عنها قبل كده مايلي سايروس سيلين ديون هما الاتنين مايلي سايروس كانت فيها عيوب ولو انه انا شايف ان فيه احسن من كده يتعمل لها مادونة مادونة دي كانت صعبة في اللاسكة بينا واوا الاخري نيكولاس كيلجي ده بقى كان سنانه كلها عيوب كلها عيوب زبطها وزبطها على مرتين يعني انا شفت له مستوين فيه الزبط جورج كلوني يعني نجم السينما او ده ده ممثل عبقرة على فكرة جورج كلوني رغم انه مالوش افلام كتيرة معروفة المصريين لكن ده ممثل جاي جدا ممثل عبقري كل دول يدينوا بالفضل طب الاسنان اللي تقدم في العالم وتقدم في مصر تقدم كبير وانا بقول دايما ان طب الاسنان في مصر بالذات في ميزة نملاحظها طبيب الاسنان المصري اكبر من طموح مرضى في كسر المحترف طبيب الاسنان الاليت اللي على درجة عالية من العلم تعالنا اسأل ضيفاتي العزيزة بالمعنى ده واكيد هي تحكولي اكتر من اللي انا قلته بكتير ضيفاتي العزيزة واحدة من المبدعين في عالم طب الاسنان ومن سوبرستار هذا المجال استاذ الدكتور اسراء السعيد استشاري جراحات الفم والاسنان وحاصل على الدبلومة الاسمانية لزراعة الاسنان من جماعة سيبيا مجلسير جراحة الفم والاسنان من كل الطب اصريعين اهلا اهلا بك ده بطر عين انا قلت بصدق ان انا بلاحظ ان انتوا عندكم طموح اكبر حتى من طموح العيانين او انا عندي مشكلة الطموح دي والله دايما عمل ادور على الاحسن والاحسن والاحسن يعني مش من الناس مش اعرف هاي العيان فاهم دوت والمتصور ان كل ده كترة كده في بعض الناس عندهم طموح جامد اوي انا حد منهم ودايما بدور على الاحسن وما بعرفش اثبت في مكاني يعني اي اي تكنولوجي جديد لقيني اجري عليه اشوف بيتكلم عن ايه هيوفر قد ايه المريض هيسعيد وقد ايه دايما انا عندي الشغف الشديد لكل ما هو جديد وكل ما هو مفيد يعني عندي المشكلة ديت فعلا يعني وبحبها جدا ناس كتير اوي في مصر في فترات التمانينات والتسعينات فقدوا اسنانهم الخلفية بالذات وطنشوا فيه ناس فقدت اسنان بينا وبرتو كانوا مطنشين يعني ايه مشاكل اللي ممكن كانت حصلت لهم في السينين دي من فقدان سنانهم الف بيح نوماتايزيشن يعني الجيب الانفي هيبدأ انه هو بالجرافيتي بالجاذبية الارضية هيبدأ انه هو ينزل بالهوى اللي جوه الجبل الانفي وبالجاذبية الارضية هيبدأ انه هو ينزل 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 لحد لما يوصل للفك نفسه للفك اللي هو مفيش عظم في الفك وهيبدأ لياكل الفك من فوق لحد لما ينزل لحد اللسة ممكن يبقى فاضل ربع ملي ونص ملي وملي وحاجات قريلة جدا تيجي بعد كده تقول المريض طب تعالى انا بقى ازرعلك تيجي تعمل الاشعة تلاقي ما عندكش ولا ملي مش ممكن تزرع لازم ترجع الجيب الانفي ده لمكانه تاني علشان تلاقي عظم وتزرع عظم طبعا عشان تلاقي مكان تزرع فيه اسنان وعلى فكرة الموضع دوت بيختلط على الناس انه هو لما بيرفع او بيرجع الجيب الانفي لمكانه هو بيبقى عنده نيزل تون او بيكون مراخيره بتتعوج هو ولا دا ولا دا صوته هو هو مراخيره هي هي مليش دعوة انا بالحاجز الانفي انا مليش دعوة خالص ولا ولا بيعوج مراخيره ولا اي حاجة انا برجع الحاجة لمكانها بس كده سؤالي بقى ام تقول ان الحالة دي تستحق زراعة سنان اه اي سن مفقودة انت لازم تلجأ الى زراعة الاسنان دايما الناس لازم تفكر ازاي تروح للطبيعي مش تروح للصنوعي اجمل حاجة وادوم نتيجة هي اقرب حاجة للطبيعي المشكلة بس في ايه هل هينفع تزرع ولا لا بعد السنين دي كلها يعني دايما الناس بتفتكر الزراعة بعدها بسنين من عشر والخمتاشر والعشرين سنة احسن نتيجة انك تزرع على طول في يوم الزرعة في يوم الخلعة اسفة مش بعدها بيوم علشان خاطر البلاك لات والكلام ده في نفس الساعة او او تستنى شهرين تلاتة لما تبدأ بس يبدأ التكلس في المكان ممكن تزرع لكن اما تستنى عشرين سنة بيبقى الموضوع صعب ده بلس في برضو معلومة غايبة عن الناس جدا انا من الناس اللي بتحب التقسيط يعني ما بيحبش ادخل ادفع المبلغ كل مرة واحدة بيزدد في طب الاسنان لانه هو مكلف حقيقي وبالذات لو انت ده كويس ده انا بالنسبالي لطيف بتسهل على الناس بس انت ماينفعش تكون عامل مرحلة اللي هي مرحلة زراعة عظم فقط والدكتور يقولك هتيجي تركب تزرع بقى في المكان ده بعد الست شهور انت تقوله طب اديني ثلاث سنين على ما جمع مثلا المبلغ على مفضة ماينفعش هتيجي بعد ثلاث سنين هيحصل بون ابزوربشن لان انت حاطط عظم صناعي طول ما انت سايبه عمالت تاكل عليه فانت بتنازل عليه لودز هيحصل ابزوربشن زي وزي الطبيعي على فكرة ما هو حضرتك في الاصل ايه اللي خال العظم يتاكل ان انت كلت على الدرادير او كلت على الليسا عملت فورسز الفورسز اكلت في العظم الطبيعي لو حاطت بقى سنوعي كمان بيبقى نسبة الريزوربشن او التاكل بتاعته اعلى فمفيش حاجة اسمها تزرع عظم وتنم عليه سنتين ثلاثة او تأجل الزراعة سنتين ثلاثة ده كلام مش مظبوط خالص لازم تعمل المرحلة اللي بعدها تدخل على طول عايز اروح لحتة مهمة قوي برضو واكد عليها حالة ماينفع لاش زراعة خالص يعني هل يضطر نعمل كبري ثابت بقى يعني احنا الكبري برضو الناس فيها حاجات غايبة عنها الكبري يعني ايه كبري يعني ازا بيتعمل الكبري على فكرة اطباء الاسنان بيبقوا مهندسين برضو علشان المعلومة ديت اه على فكرة اه انا عرفتها لما كبرت دكتوري سيان هو مهندس هو فنان هو رسام دكتوري الاسنان دي مهنة بتعمل خلط ما بين حاجات كتير جدا حاجات علمية هو مهندس ده مهندس معماري والتوزيع القوة والاخير وفنان انه طلعلك حاجة شكلها جميل فيعني انا انا فخورة بطب الاسنان قوي بس كفية دكتور اسنان لحد كده عشان كده فاضل في كل عمارة فيه 6 دكتور كفية قوي لحد كده بس طب البشري امتع طب الاسنان فيه فن جميل طب البشري امتع اه تمام ادوان قدامك طبعا محدش يده نتكلم بص انت كبري يعني ايه بيجوا يقوموا حطين مثلا عمود في الاول وعمود في الاخر وبيعادي ما بينهم اللي هو هيكل الكبري دي نفس الفكرة بتاعت البريدج اللي هو اللي بنحطه في بق المريض لازم عندك درس في الاول درس في الاخر الدرس اللي مفقود في النص دوات انت هتكمل تعمل الجام بداية درس بورسلان يونايتد يعني ملصق في الدرسين دولاد ده مشكلته بالنسبة لي انه انا مش بحبه قوي لانه مع الوقت لازم هيتغير لانه بيدخل اكل وبيدكش نتاك حلو ففيه اوقات لازم ترجع لازم تلجأ للزراع ان انت لو عندك فكرتين الكبري او فكرة الكبري اللي عندك الاتنين شانين الكبري لو واحد فيهم ناقص مش هتعرف تعمل الكبري ما فيش حاجة اسمها الكبري بتعلقوا المسافة دي كلها على الهوى مش زي فكرة البلكونة ماينفعش لازم يبقى عندك حاجة قدام وحاجة وراء ده الصح حاجة زي كده المريدة ديت راحت لأكتر من حد وهو عايزين يعملوا لها كبري المشكلة في ايه المشكلة انه دوت بيعتبر لونج سبان يعني مسافة طويلة يعني ماينفعش تعمل كبري من اول القاهرة لاخر القاهرة من غير ما يكون فيه في النص ده وعمات تشيل ما فيش حاجة اسمها كبري يبقى بالطول ده مستحيل ده ده كلام مش منطقي فلازم لازم هيكون عمره قليل وهيفشل الكبري ده فإحنا مضطرين نعمل زراعة بالحالة دي زرعنا ثلاث زرعات والمفقود اربع تمام ليه اسباب كتيرة جدا بقى ايه ادي عايزة دراسة جدوى في الموضوع ده حطينا الثلاث زرعات دولة بعد كده ركبنا عليهم بطريقة اللي هي طريقة اللي هو ايه اللي هو ان التركيبة دي بص الفرق لأ خرافي جالها نفسي حتى تحط روج قبل كده ما كانش ليها نفسي تعمل اي حاجة التكنيك دوت كمان بيفرق كتير جدا ان السكروري تين دوت يعني انت بتحمل التركيبة دي على السنان بمصامير مصامير فممكن في اي وقت تفك المصامير تنزل الكبري اللي انت عامله او السنان اللي انت عامله هداية تعدل فيها اي حاجة وترجعها يعني مثلا كان عندي حالة مركبة من ننسلين كتير جدا قدر الله انها واقعت فالسنان الامامية اتكسر منها اتنين او ما تكسرش هو بس اتشق يعني حصله كراك موضوع يعني كانت الست منهارة نام ركبست التركيبات دي بقاها بقالها بفوق العشر سنين ممكن اكتر كمان من عشر ترتاشر سنة مثلا والمفارقة دي حصلت وهي خلاص بقى هي شيكانت افورد المبلغ دوه التاني وخلاص بقى هي مش عايزة تدخل في القصة دي التاني فكانت مخدوطة جدا يا كل القصة انها دخلت للستاف بتاعي اللي هما متضربين اللي هما كانهم انا بالزبط فك زبطنا البورسولان ارجع باي باي خلاص موضوع بسيط قوي لانا هقولك شيل الزرعات ولا انا هقولك هندعم الزرعات ولا هنقولك اي حاجة خاصة حليت القصة في ايه في الزيارة واحدة خلصنا شفنا المشكلة شخصنا خدنا منها بانينا رجعنا دي حاجة على فكرة موفرة جدا هو في الاول هي مكلفة انك تعمل التكنيك ده مكلفة بس في الاخر هي موفرة جدا لان انت في اي مشكلة انت في السيف سايد هتتحطش في المشكلة بتاعي اللي بيحطه الوصلة اللي هي الاباطمنت على الزرع وبيبردها تخيلي وبيعمل كل حاجة تخيلي الاكل هيدخل منين دي مش بتاعته هيتنظف ازاي مش بتاعته الكلام دوت هو اللي بيعمل المشاكل لو حصل لك مشكلة التركيبة دي هتتشال هتترمي خالص مش هترجع تاني ممكن تلجئ ان انت يتشيل الزرعات دي وتستبدلها يقيمة تحط الزرعات جنبها فانت دخلت نفسك في القصة طويلة جدا كممكن تحلها بقروش تزودها على التكلفة الحقيقية او الاصلية فتالي الموضوع كده قعد معاك العمر كله زي الفل عايز اروح بقى لنجم النجوم التجميل اه الفينير الفينير ليه الفينير هو نجم النجوم هل يصلح في جميع انواع التجميل اعتقد ان الفينير مبقاش نجم النجوم دلوقتي مانا برضو حاسبت اه بقى كيرفو نزل مش نزل اتعدلت النزام اتعدل مثلا هو كان طالع ببروباجاندا جامدة شوية هو الفينير حاجة جميلة جدا بس الناس فهم ان هو العصة السحرية اللي بتعمل بها كده تجيب كل حاجة وسهل اه وانت عدي كده عدي بالليل الناس عندها انتقاد من سبعة الى سبعة ونص ايوا صحة عارفة من سبعة الى سبعة ونص اه من سبعة الى سبعة ونص هفوت عليك كده تعمل لي تجميل بقى في الناس سبعة وثلثة كفاءة اه بالزبط اه والفيديوهات دي ادتهم بانت بعده ما هو انا برضو بارك عاوية جامعة بلاش نجري ورا السوشيل ميديا بالشكل ده انا 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 نفسي الناس بدأت تفهم الحكاية دي في كل فروع الطب بان السوشيل ميديا دي مسالمة كده بتحول اوي اوي بلاش موضوع ان احنا نجري ورا الناس اللي بتعمل برايسز خيالية الرخص مش حلو بلاش ولا خيالية السرعة ولا خيالية الغلاء ولا خيالية الغلاء خلى بالك ان فيه تقنى فيه نوعية من الناس بتغلي عشان يتقل عليها اغلى حد وهم ممكن يكونوا اديهم سيئة جدا صح الكلام ده في كل فروع الطب يا جماعة فخلي بالكم الحكاية دي لا سيئة جدا صعب هو ممكن يكون متوسط لكن عمره هيوصل للمكانة دي وهو سيئ جدا ممكن يكون متوسط اعلم المتوسط وحياتي بس ربنا فتح عليه بس برضو ما نقدرش نقول ان هو نجري ورا الاوبر دايما الايجزاجريشن وحش ولا ده ولا ده خلينا كده في المعقول دايما ليه الناس تقولك فك كامل في ربع ساعة ولا في نصف ساعة ساعتين مش عارف ايه ركب سنانك وسنان اللي قاعد جنبك مش عارفة كم وقصت على اربع سنين ليه 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 ما هو بيوت انت لو نزلت تنجد الانطورية هتلفع بطر من كده ليه 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 مستعجل عالدنيا كده فعايزين فعلا بنصح الناس انها هتشغل دلوقها زراعة هتفك كامل في ربع ساعة الناس بتقول كلام ما غريب انت لو هتزرع هتفك كامل في لعبة احسن شغل اعملتو في حياتي لانها مريحة جدا اي حاجة اعمل اللي انت عايزاه اللي انت شايفاه احسن حاجة ومتنقشنيش انا لقشك في النتيجة ياه على مزاجي على مزاجي جد بتخليك تشتغل بقلب بقلبه وبحبه بتبقى عايز تنتج وتجيب وتجيب حاجات يعني مثلا المريض دوت مثلا احنا عارضين صورته ده ايه مشكلته مشكلته ان هو جاي يقعد في مصر يومين اتنين وعنده بروز في الفك العلوي ومضايقه جدا ومش هيعمل تقويم هو يومين دي خلاص مفهاش كلام الحالة ديت عملنا لها كراونز مش بنييرز طلعت بنتيجة مقبولة جدا انا مسورلك بس من الجنب عشان تشوف البروز شكله ايه النتيجة خيالية بطريقة برد معينة بطريقة تصوير معينة انت عندك حاجة اسمها كوموفلاش بتعمل كوموفلاش كده في السنين بحيز انها تبدو انها دخل الجوة مش تبدو انها طالع البره عملت نتيجة حلوة هو فعلا انا خدت كم ساعة وسلمتو تاني يوم على ما اتذكر بس بتجيب نتيجة حلوة جدا مش معنى كده مثلا انت لو سألت عامة الشعب يقولك يا جماعة الفينيرز دي حاجة جميلة بس طاقة محدودة الفينيرز بتعملك حاجتين يا اما بتقفل فراغات صغيرة مش فراغات كبيرة يا اما بتغير لون السنان لا في حاجة ثالثة تستعد الوضع سنة وما يكونش عميق يعني ما يكونش حنيف ما تكونش مثلا سنة في سقف الحلق وانت عايزت تطلعها بره وتقوله الفينير هتعملها فيش حاجة سنانة كده هي بتعمل كل حاجة ليل الحاجة الوحيدة بتعملها كتير تغير اللون يعني ممكن واحد سنانه وبني طلعها لك ابيض لبن ماشي دي هيعملها الفينيرزة فيش اي مشكلة لكن ان انت بتتكلم في قفل فراغات قفل فراغات صغيرة تتكلم في ان هي تستعد الوضع سنة فلازم يكون الاعوجاج حاجة صغيرة ما يكونش في حاجة مبالغ فيها الفينيرز هيحلها حاجة مبالغ فيها كراونز يبقى مش فينيرز خارس لازم تعمل تغطية كلية علشان تمشي باضلي تمشي بالسنة دي في التجاه التاني خارس فعايزة الناس بس طيب الفينيرز هي قد ايه جميلة بس تليها حالات معينة هل الناس في التقويم بتعترض على يعني المتالي التقويم عادة بقوة ايه اه طبعا التقويم عادة بقوة بس الناس دايما عندها ايه؟ ليه لما انا هعمل تقويم وهعمل زراعة طب ما نخلع السنان اللي مش في المكان هعمل زراعة مانا كده كده هعمل زراعة ليه؟ يعني واحد صباعه الودنة واجعية اطه دراه ليه؟ حالك عندك سنان وماتيري الكويس اخلعها عشان اعمل بديل ليها وليه اجيب البديل لما انا عندي الوريجنال؟ لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده لكل مقام المقال انت دوتي محتاج توسع مسافات عشان تحط زراع عشان تظبط علاقة فكين يبقى هو دوت اللي انت هتعمله لك مفيش حاجة اسمها اختارلك واحدة ممكن اختارلك اتنين ممكن اختارلك تلات حاجات تتعمل مع بعضها ممكن بعد ده كله اقولك عملية تجميل لسه علشان نظبط الابتسامة ممكن كذا حاجة مفيش حاجة اسمها هي خطة علاجية واحدة هتستمر فورابر لأ ممكن الخطة ديه ليها الخطة ديه ليها الخطة ديه اهم سؤال عايز تسألوك الابتسامة اللاثوية الابتسامة اللاثوية اول حاجة الناس الابتسامة اللاثوية ديت نتجي عن ايه؟ لو الابتسامة اللاثوية ديت نتجي عن بروز في الفك العلوي بيبقى العملية الجراحية ليها افضل من ان انت تعملها بتجميل او تعملها بقص لسه او تعملها بعملية اسمها او اعادة وضعية الشفة ليها قصة او تخانة الشفة العلوية دي من الحاجات اللي ممكن جدا بعد ما نخلص الخطوات دي اقولك روح لدكتور جلدية هيحط لك فلر في الشفايف علشان تنفخ شوية وساعتها دي حاجة علاجية مش تجميلية حالة زي كده الحالة ديت دي تنفع ان انت تتعامل معها كنحت لسه وتجميل لسه وينفع تعمل معها اعادة وضعية الشفة وتغير مكان الشفة دي بدل ما هي بتبتسم الشفة دي تطلع لحد البراخير لأ انت بتحد الحركة بتاعتها بعملية بحيث انها تثبت في مكانها دي عملت عمليتين دايما اعادة وضعية الشفة او السوري الابتسام اللاثوية متبقاش مانوفر واحد دي اكتر من عملية عشان توصل للنتيجة دي لو مفيش بروز شديد في عظم الفك العلوي بروز في عظم الفك العلوي انت كده دخلت في طيار تاني خالص الحالة ديت بعد ما خلصناها وصلنا النتيجة حلوة جدا انه هي كده مبتسمة حددنا العلاقة ما بين الشفة والسنان وهي مبتسمة انت شاي الشفة يا دوبك مغطية السنان العلوي او مش ببين اللافة برضو الناس عندها فكرة ان المفروض الشفة تنزل تغطي السنان لا انت عندك من طلت لنص احنا هنا مش هنالتجي نتيجة اكتر من كده ابدا من طلت لنص بس كده لكن لازم السنان تبان في الابتسامة مش تجميلي انها تبان كلها ولا تتغطى كلها لازم يبان لان دي اللي بتبين السعادة بتدي الرياكشن للي قدامك بتدي سنك للي قدامك دايما لما تخبي قوي تكبر السن اه لو السنان ما بانتش السن هيكبر اه طول ولو بانت قوي مع اللاسة تدي شكل وحش تدي شكل طفولي وحش مش حلو يعني عشان كده قلتلك اهم سؤالها اسألولك النهاردة لان دي بتفرق في الشكل جدا جدا وعلى فكرة اللي عنده ابتسامة لاثوية بيجي نفسيته وحش جدا وقال لك اعملي اللي تعمليه ايا كان ان شاء الله تعملي ايه بس عايزة اخلص من ابتسامة لاثوية فعلا شكلها مش حلو حتى في ممثلات امريكان كتير عندهم ابتسامة لاثوية اثرت على كريرهم يعني اتحطوا في كاتيجوري معين اللي هي البنوتة المش محبوبة اوي المدرسة في باتتشور مثلا مدرسة اللي مش متقبلة اوي المتفانية اه تديك شكل اللي بتسامة لاثوية اه هي بتسامة لاثوية وبعد ما بياكل بيبقى بواقي الاكل مدية شكل مش حلو يعني بتسامة لاثوية ديت فعلا اللي عنده المشكلة ديت بيبقى مدى منها جامد يعني انت نورتي وابدعتها ربنا يخليك دكتور ايه والله ما اسعدتني بحوارك الممتع جدا وتلقائتك الجميلة في كثير من الاوان من الاحوال التي تعبر عن رؤيتك لمعاناة لطريق التعامل لثقافة ناس في التعامل مع المشكلة دي بالطريقة دي لازم تتغير لازم تتغير اخر حاجة احكيها لك عشان نغير كان عندي مبارحة ينصيني حلو اوه فبقوله انت عرفتني منين دايما بس قال الناس عرفتني منين من الفيسبوك ولا عرفتني من انستجرام ولا 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 قالك الكلام ده كله ممنوع عندنا يعني عندنا تشانل واحدة بينزل عليها اخباريات قال لي اسمها طبعا بصيني معرفته هاش بس فبقوله طب وليه كده عشان نشتغل وهم لو فتحوا للناس الفيسبوك والتويتر والكلام ده هو الناس دي مش تشتغل انت عايز تعرف اخبار الدنيا نزلها لك هي بس خلاص زي ما كان بيحصل في الجيل بتاعنا زي ما كنت انهم بقى 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 نام يعني ده شيوعية بحتة لو اده هو داخل كده لو الشعب ما بيعملش طب تعملوا ايه فوقت فرانكو ما عندناش فوقت فرح لم نشتغل طب بالليل ما بتفرجش على اي حاجة كده لايت بيديو بتاع اي حاجة قال لي اتفرج بس ما فيش الفيسبوك وفيش الانفتاح اللي انتوا فيه انتوا هنا هو نفسه قالها انتوا مهضرين عمروكم ومستقبلكم وشغلوكم في الحاجات دي بص يا دكتورة اسراء انا رأيي لازي لن يتغير ان الفيسبوك جدا لن يتغير الفيسبوك واتباعه اللي هم بقى انت عايزة تحطي بقى جنبه وبقى انستجرام تويتر والحاجات الحلوة دي دول غير مناسبين للعقل البشري علميا يعني العقل البشري مش مناسب له انه يفتح يتفرج على اخبار خمس تلاف انسان في نفس الوقت يعني العقل البشري كبيره يعرف اخبار خمسة ستة حواليه خمسة ستة اللي هم مين ابنه مراته ابوه امه اتنين ثلاثة من اصحابه لكن انا افتح الاقي خمس تلاف انسان بشكلهم بميولهم بافكرهم بافرحهم باحزنهم تبدأ تقارب والدامي ده مش مطابق لكهربة مخي ده يعني انت كده جبتي جهاز اخره اشتغل عشرة فولت ركبتيه على خمس تلاف فولت فالمخ فالجهاز ده هيتحرق هيتحرق بسبب تدافع اخبار بتوالي غير عادي على بالمقارنات بالمقارنات بان انا ابو سلاقي ايه واحد عنده عربيات فخمة جدا وانا مش عارف اكمل مصاريف شهري فمش هرضى ابدا وقدامي بقى يوميا كل يوم الصبح بيطلع يوريني والمتجوزين لاحزت انا مثلا ان كل واحدة تطلع تقولي على الميلاد جوزي وتعمله طرطة او هو يقولي على الميلاد مراطي والله ما بيكمل اسجوا بيكونوا متطلقين معرفش ليه لانه خمس تلاف من قدم حط في عين وفي الموضوع احنا نستفيد ايه من كل ده ان انت نورتي لان احنا نسيب الموبايل ونشتغل هو ده اللي انا عايز اوصوله اول نستفيدنا برضو ان انت نورت لأ ان احنا يعني الناس دي ما بقوش الاقتصاد الاول في العالم غير لما قفلوا كل حاجة لا لو كانوا عملوا غير كده ما بقادلوا شبا كانوا بقعدين معنا ولو ذلك بصوا في فيلم احنا معتمدين على الصين العالم كله معتمد على الصين يا جماعة في فيلم انا برشحوا للناس لا تنظر للأعلى don't look up فيلم مهم جدا لي يعني مجموعة من المبداعين الممثلين في هوليو ده عملوا فيلم حلووي فيلم ده فكرته الأساسية انه بوريك امريكا وصلت لإيه في الاولويات ازاي في الاولويات اه لقوا انه في كارثة عندهم في العقلية وفي الاولوية انه ناس جاية بتقول انه في خطر كبير جدا على الارض انه نيزك هيدرب الارض حطانهم في الحوار ومش مهتمين بي ومش عايزين يسمعوهم وحطين انه واحد وواحدة بيوتيوبر او مغنيين راب بينفصلوا او بيرتبطوا كخط كالمنشت الأساسي والحوار الأساسي اللي كل الناس بتفكر فيه فهو بيوريكي من ضمن الحاجات انه احنا روحنا في ستين دهية بسبب الافكار الاظقار والأولويات الغلط صح السوشيال ميديا تحياتي دكتورا الواضح الأولويات الأولويات الغلط الناس هتيجي من الساحل تلاقي ديون وحاجات بسبب انهم صرفوا فلوس في الساحل اهلا بيكم في الساحل نورت بايفات العزيزة لسوش دكتورا إسراء السعيد استشاري جراحات الفم والأسنان والحاصيل على الدولة الأسبانية لزراعة الأسنان من جماعة سيفيا وماجستير جراحات الفم والأسنان بكل الطب أسرعيني احد المبدعين فعلا طب الأسنان واللي انا رأيي انها قدمت الكتير من الثقافة ليكم في هذا المجال خليكم دايما مع الناس الحال اهلا بيكم مرضى يوم مهم جدا في عالم السمنة هذا العالم المسير مريض السمنة يا جماعة يومه حياته يعني فيها الكثير جدا من الاحباطات فيها الكثير جدا من العزلة أحيانا حتى لو بان انه هو له صحابه لكن هو عزلة لو احنا شفنا نموذج كده لكتير من مرضى السمنة وطبعا لو انتو خدتوا بالكم تعبرة وشه كلها هو ماشي على غير هدى متحسش ان هو رايح مكان هو ماشي وخلاص وهو ده بالنسبة له الماشي بتاع فيه ناس فاكرة ان الماشي بتاع السوبر ماركت وبتاع الستورز والماشي اللي هو وانا مثلا رايح مول مش عارف ايه قتماشي كده أنا بخس ما بيخسسش ولا جرام الماشي ده الماشي اللي بيخسس ده ماشي تاني ماشي سريع جدا لازم تعدع فيه دربات قلبك تزيد وطبعا بالنسبة للمريض السمنة المفرطة الخصة انه هوت عليها يعني محاذير فخلينا نقرب من مريض السمنة بشكل دقيق ونفهمه هذا المريض الحقيقي اللي للأسف مظلوم يبان طبيعي ويبان بيضحك ويبان له صحاب لكن انا بقول لكم هو في عزلة شديدة جدا لازم يكون قلبنا عليه لازم نحطه في عينينا وعلى دماغنا واوى ع حد يتنمر بمريض السمنة واوى ع حد يتنمر ايه احنا بنوريكم خطورة الأمور لكن تتنمر على حد ما تبقاش مؤدب خالص تنمر ده خمة قلة الأدب لكن تعالوا ناسمع العلم النهاردة بدقة شديدة جدا من واحد من نجوم عالم جراحة السمنة بيساعدني الحوار معه دائما وبيبدأ دائما في شرحه وتفصيله والطرح الساعات يكون في الدقة بدقة تحسنه مجسم كأنك عايش فعلا مع المريض وكمان كتير جدا بتعرض إلى الجوانب النفسية والاجتماعية لمرض السمنة بشكل تخير ضيف العزيز والقيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية طب بجامعة عين شمس مدير وحدة جراحات السمنة بمستاذ شهاد النيل زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو كلية الجراحين الأملكية وصاحب أعلى تصنيف جودة دولة في جراحات السمنة ضيف العزيز أهلا بيه يا دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا قبل مبدأ أنا عايز يعني أرسل تحية خاصة لجامعة عين شمس وقسم جراحات السمنة في جامعة عين شمس على الجهد الكبير اللي انتم بتعملو حقيقة كل يوم نجاحات بتابع نجاحات الكبيرة للقسم نجاحات الكبيرة للمستشفى واتوسعات منبهر بالتوسعات كمان وحاجات الجميلة اللي بتعملوها الصور الجديدة اللي بتعمل حاجات حلوة أنا يعني في البداية تحياتي لحضرتك وكل السيد المشاهدين وكل فريق العمل وأضم صوت الصوت حضرتك طبعا في الإشادة بكل ما يعني يعني بيتعامل في جامعة عين شمس الحقيقة طبعا عصري زهبي في كل الإنشاءات في الأبحاث العلمية في يعني تجهيز المستقل يعني الجامعة بأحدث ما يمكن من قوضع عمليات والحقيقة طبعا أنا بحاس أن احنا بحلم مش يعني في حاجة هيبقى الحملة تقيل على القادم أنه هو يواكب التطور فعلا تحاس أن في كل حاجة وغدة على أقصى أقصى حاجة في كل حاجة مستوى جامعة عين شمس في المستشفىات دلوقتي وصلت للزروة يعني في كل الإمكانات الطبية والعلمية والنظام وخصونا في جراحة سمنة جراحة سمنة بالذات واسم جراحة سمنة طبعا بكوادر علمية رهيبة يعني الحقيقة في مشاركات علمية دقيقة متابعات لكل المستجدات الطبية وتجهيز على أعلى مستوى في قوض العمليات حاجة تدعو للفخر أن جامعة عين شمس فعلا من الجامعات اللي فعلا تقول أن ده العصر الزهبي اللي هو كل واحد بيشتغل في أي جامعة مصرية يتمنى أن هو يبقى في جامعة عين شمس في هذا العصر الزهبي بنحسدكم بس حاسد جميل يعني ده اللي بيسموه اللي غبطة يعني حاجة جميلة خلص مريد سمنة مكتئب مريد سمنة بيعاني من دغوط نفسي أنت تحكي لنا أكتر من غيرنا من غيرك أنت أريب من مرضى السمنة وقريب من مرضك بشكل خاص وأنا بتابع طبعا أنت بتوعى تتكلم معهما في جلسات صبورت نفسي طبعا 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 وإحنا عايز أقول لحدك أنه يعني المريد السمنة المفرطة هو مرهب الحس إذا كنت قادر أعبر يعني كويس يعني بيتأثر من النظرة وبتأثر من الكلمة وبتأثر إحنا يعني مدربين حتى السكرتاري عندنا في كل المراكز إنه هما البادي لانجوج النظرة الكلمة لازم تكون بحساب لأنه أحيانا طبعا بيتأثر بكلمة بيتأثر بتصرف يعني بيحس فيه أو يعني سوق تقدير للوضع إحنا يعني لو هنبترين نتكلم على الطفل اللي هو صوير اللي هو بيبقى زاكي جدا ومش قادر يحصل دراسيا قد زماله التانية لمجرد بس إنه هو فاقد السخة في نفسه لأنه مش قادر يجري زيهم مش قادر يتحرك زيهم مش قادر يلبس زيهم حاس إن المدرسة أو المدرسة أحيانا أحيانا طبعا يعني لا لا يعني ما بقيمش الوضع لكن أحيانا بيكون فيه نظرات سلبية من المجتمع لجلد هذا الطفل الصوير أي مدرس على الفكرة أو مدرس ما عندهمش الخبره ويبدأ يتعامل مع طفل في من تلامزته بنوع من التقليل أو يقول له جملة أو لفظ لازم يعاقب لازم يعاقب من إقدارة المدرسية بشكل مباشر ما فادش زار ما فادش زار إحنا سببان حتى يمكننا نشوف الأهل نفسهم بيتانمر على طفل دلوقتي ما بايس نشوف كده لقينا الأهل دلوقتي بعندهم حزن شديد وشيلين هم الطفل الصوير وتدرج بقى البنت المتخرة عن الزواج البنت مش قادرة اللي نجحت في السنوية مش عايزة تروح لكلية عشان وزنها كبير يعني فيه هزيمة نفسية غير دراسية خالص ولا علمية خالص هما أسكية جدا وروحهم علي جدا وتلايهم جمال وثمان في كل الأعمار على الفكرة السمنة المفرطة بتطفي نوع من برضو يعني المرح يعني أو العدم أخذ المواقف الصعبة بصعوبة يعني لكنهما بيكون بتقطع من جوا يعني لأنه فيه عنده مشكلة في الرياضة عنده مشكلة في اللبس عنده مشكلة في الكوميليكيز عنده مشكلة في العمل نفسه ما تعيش حياتك الطبيعية كما يجب يعني فالسمنة المفرطة يعني طبعا جلد الناس المصابة بالسمنة المفرطة أنا يعني لازم نعرف أن ده مرض chronic disease يعني ده مش حاجة طرفهية ولا هو قناتج عن زيادة الأكل يعني هو الجسم بيدفع الإنسان المريض بالسمنة إلى استهلاك أنواع معينة من الأكل ترضي شغف وشراهة الجسم من هذه الأنواع state of hyper insulinemia أو insulin resistance يعني هو عايز يأكل أكل فيه طاقة عالية هو ما بدورش على الأكل الصحة خالص ما مش ده اللي هيكفيه القضار والجسم محتاج لكالوريز عالية وبالتالي إحنا جزء من المريض اللي ما يصب بالسمنة ما هتلاقي جزء منه وراس كتير في معظم العينين بتلاقي أم أو أب أو أسرة أنت بتجلد طفل ده لي يعني أو بتجلد البنت السغيرة ده لي ما هو ده سمنة وراسية جينات هي مؤهلة لاستقبال وتخزين أقل كمية من الأكل فلا يوجل هو ده مرض يعني ويمكن التخلص منه بصورة سهلة جدا ما فيهاش مشكلة فطبعا بتظهر الوضع ده فيه صورة اكتئاب عينين كتير جدا جدا يكون عنده سنة مفرطة وماشي على antrepresent مشكلة الantrepresent بتزود الوزن بتفتح شهاية جدا وبتقالل حرق جدا وضطات اكتئاب يعني منضطات الاكتئاب يا جماعة بتزود الوزن بتزود الوزن فانت بتبقى يعني طبعا بيبقى سهلة مفرطة مرضية وماشي على أدوية الكتئاب ما يدرش يوقف ما يدرش يوقف والله معظمهم بيوقفها بعد انقاص الوزن بيبقى عنده وبينزل وزنه وتلاقي الأدوية قلت خالص وابتدأ ان هو يتصور ويحط صور على الفيسبوك على الانستجرام يعني تواصل مع المجتمع كما يجب دي سخة في النفس بتدي ان هو يتعافى بصورة سريعة جدا وما بيتطلبش ان هو ياخد علاج ما بعد ذلك المرات كتيرة بسبب تأخر سن الإنجاب تأخر الزواج أصلا عموما عدم الحصول على وظائف هتلاقي يعني الفاشل الدراسي او عدم واجهة يعني المجتمع في الصورة اللي احنا موجودين فيها دي كلها أسباب قد تؤدي إلى الهزيمة النفسية والاكتئاب بصورة واضحة جدا يمكن علاجها بإنقاص الوسط في فيلم مشهول قوي يسمه The Acrylizer او الموازن للمبدأ دانزيل واشنطن فكان في الفيلم مع زميل له في العمل المفروض ان هو وزنه زي جد وهيتعين أمنه فهما عندهم اشتراطات ان الأمن لازم وزنيه بقى كذا شوف المعاملة الجيدة جدا من زميل لزميله ازاي بيقول له لا انت لازم تأخذ ازاي هو وزنه زيادة بسيطة مش سمنة مفرطة يعني فيعني افتكرت المشهد بتاع الصبورة النفسي الدعم النفسي وازاي العمل انت لما قلت حكاية العمل ما فيه شغل معين ترفض المريض السمنة بسيطة اه منشوفها كتير ومش لازم توصل لان انت يعني 80 كيلو انت بقيت 90 كيلو انت خلاص كتير يعني وازدي فيه بعض الوظيف يعني اللي بتحتاج يعني يعني المظيف لو عايز يشتغل طيارة طبعا مظيف الطيران طبعا او طبعا او ظابط شرطة او ظابط حربية لازم وزنه باقيت يعني مش هايزة اخصص وزايف بعينها لكن هو فيه بعض الوظيف اذا يعني اتعدى الوزن المعين خلاص انت يعني غير صالح للعمل اذا ترفض يعني ما هو ده السؤال فانقاص الوزن في كل الحاجات لازم طبعا ويعني الوظيف الوظيف دي حاجة مهمة جدا واحنا فيه يعني بس يعني انت مش لازم توصل لكتلة جسم فوق الاربعين عشان تبتل يتفكر في انقاص الوزن احيانا بيبقى الوزن اقل من كده في بعض الوظيف يعني مضيفة مثلا هي وزنها خلاص جرابت دايت وجرابت بلون معدة هو وزنها عندها 20 كيلو زيادة انا لا ادعو ان احنا عندنا 20 كيلو فأعمل عملية تكميم بس برضو احنا يعني احيانا في بعض الكتل اللي بتبقى بادي ما نسألنك 32 32 32 في بعض الوظيف الحرجة انت هتعمله ايه ما هو ركب بلونة مش نافع معاه وهيترفت من شغل طبعا احيانا بنعمل عملية التكميم من العملية اللي بتعمل في انقاص الوزن الوزن الصغيرة في الناس اللي هي تطلب وظيف معينة لذلك فتكون بس كتل الجسم 32 بنبتل ان نعملها اذا فشل في طرق تحفظية لذلك في عمليات طبعا زي تحويل مصار بانواعها تحويل مصار المعدة الكلاسيكي تحويل مصار الاثنى عشر من العملات اللي احنا مهملينها خالص لكن هي فعالة جدا في علاج السمنة المفرطة مع يعني زي كوليسترول عالي زي امراض اللي هي الامراض الميتابوليك اللي هي زي السكر دي بتكون فعالة من اقوى العملات اللي بتعامل في التاريخ لعلاج الامراض اللي هي المتعلقة بالسكر والكوليسترول وامراض القلب اللي عايز اقوله انه انقاس الوزن هو علاج جزري للاضطرابات النفسية المصاحبة للسمنة المفرطة لان من سببها السمنة المفرطة بتحبس الانسان جواها بتخليه في مود مهزوم طول الوقت مش قادر يواجه المجتمع لانه محبوس طول الوقت ومجرد تشيل عليك بس الهالو بتاع المشاكل بتاع السمنة المفرطة انت بتبقى انسان طبيعي جدا تقدر تواجه المجتمع بكل ارتياحية سواء اجتماعيا او سواء عمليا في شغلك او سواء رياضيا كحية عامة بتقدر تتواصل المجتمع بكل يعني بساطة وكل يعني ارتياحية هل تقترح او ترى او موجود في ريق عملك استشاري نفسي ويعمل على تأهيل مريد السمنة قبل وبعد الجراحة طبعا طبعا انا ادعو لذلك احنا لازم تكلير اوت السيكولوجيك القيشوز يعني قبل العمليات مصافة عامة اي مريد عنده مشاكل نفسية اللازم يتم عرضه ولو لقينا حتى مريد مش ما بشتكيش من مراد نفسية يتم عرضه برضو على انا شكيت في ده لازم المنظر كده اللي عندك مشاكل في ارتجاع او عندك مشاكل فيه بنطلب منظر بالضبط زي بضبط او مريد قلبي مثلا مشتكي من مشاكل القلب او باخذ تاريخ المرضي يتم عرضه على دكتور القلب كل التخصصات يعني سواء للقلب او الصدر اذا تم الشك في اي حاجة بالنسبة للتخصصات التانية بيتم ارجعها الى المتخصص في التيم عندنا والحقيقة طبعا لكذا سبب نقطة في منطقة الخطورة ان بعض الامراض النفسية ممكن تسوق بعمل عمليات السمنة اذا كان الدافع او الحاجة اللي بترياحهم هي الاكل يعني بعض الامراض النفسية هو الراحة بتاعته بس في الاكل انا زهقان وعندي مشاكل نفسية فراحتي النفسية ان انا اكل احنا الدكتور النفسية عندنا في التيم بيتم ارجاع المريض لي وببقى عندي سؤال واحد مش بس عشان ينظم للأدوية بتاعته على الموضوع ده ولا لا لان انا طبعا كمية الاكل هتقل بعد العملية انت مش تاخد راحتك قوي يعني في الاكل المعلومة دي بقى قولها عشان ناس تستفيد وان ناس تبقى حطى الامور في نصفها لابد من استشار الدكتور النفسية ويشوف المرض النفس العنيف يعني اذا كان ده معتمد على الاكل فراحته فانا همنعه فانا اقل الكمية الاكل ببعد العملية الدكتور النفسية بيعد وبيديني ريبورت تاني على انه لا ما فيش علاقة خالص وان الامور هتتحسن بإجراء العمليات ساعة بقى بيشتغل بمزاج وفعلا العيام بيتحسن جدا جدا طيب عدم وجود طبيب النفسية او عدم وجود الاستشارة النفسية قد يؤدي الى إساءة الحال عشان كده السمنة مش جست ان احنا نقص ما ده او ان احنا نعمل عملية فقط لا ده ليها خبره عالية جدا في التجهيز يعني على كل التخصصات يعني يعني انا مش قادر طبعا اسرد كل الحاجات لكن دي بعض الحاجات اللي يمكن الطب النفسي بيبقى مهم جدا جدا فيها حسبكوا بقى في اخر كالعادة نشوف مرضى من مرضى الدكتور كريم وقصصهم وحكاياتهم ويعبروا هم نفسهم بيقولوا كلام حلو وبعض معهم بيقولوا كلام مختلف بيتكوا على النقط احنا احيانا نشوفها بسيطة وعابرة بالنسبة لنا لان احنا بنهتم بالدباسة وبنهتم بهانقل طعفين وبندخل منين والتخذين مش عارف هم لهم تعترات تانية بقت مهمة بقى انا نسمعها ده ايه لما عيني يقولك انا اهم حاجة ديوقتي في حياتي اهم حاجة في حياتي ان انا بلبس زي ما انا عايز ياه دي مش موجودة في الكتب الطبية بس موجودة في عقول كتير من الناس ضيف العزيز الاخشيما العلماء الكبيرة والاسم اللامع اساس دكتور كريم صبري والاساس جراحات السمنة والمناظر والاساس بكلية الطب جامعة عن الشمس مدير واحدة جراحات السمنة ومستش هودي مين وزميل كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو كلية الجراحين الامريكية والحاصل على الاعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة بتنورني أنا دلوقتي خصيت 37 كيلو كنت 116 بقيت دلوقتي 79 كيلو طبعا حياتي تغيرت في الفترة دي السنة دي غيرت لي حاجات كثيرة جدا من نفسيتي لكل حاجة والنظام اللي أنا ماشي عليه مع اتباع دكتور كريم صبري والفريق اللي معاه هو ده اللي وصني أني أنا أكون في نفسي أحسن دلوقتي العملية مستحبة خاصة خالص وكنت بتحرك بعديه على طول أنا دلوقتي باكل كل نفسي فيه بس بكميات قليلة وما فيش أي تأثير على صحتي لأنه كان كله بيقول أني سنك صغير وليه تعمل العملية وليه 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 بس أنا كنت وصلت المرحلة أنا نفسيا متضمرة ومكنتش قادرة أعمل ضاية تاني إنه كنت تعيدت أنا دلوقتي أحسن في الحالة الحالة حاجة أني أكون نفسي فيها دلوقتي بقدر أدخل أي محل اللي قال بس إن أنا عايزاه مش قفل على نفسي بنزل وباجي وبشتغل أنا كنت الأول ما بنزلش من بيت أصلاً الدكتور محمد مجد النجار استشار إجراحات الشرج والمستقيم عضو جامعية الأوروبية لإجراحات الشرج مدير مؤسسة هيمو كيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم موسيقى أهلاً بكم طبعاً نشوف بص الفكر بقى الناس بره بتعمل عايزين نقلت يعني الحاجات الحلوة نقلتش الحاجات الوحشة بيعاملوا أفلام صغيرة أو زي ما انتم شايفين كده مجموع من الأفلام صغيرة خالص عشان يعلموا الأطفال يعلموا المراخين لا فائدة العمل الجماعي بشكلها لطيفة أفكارها لطيفة وكلها فاني وبتثبت بها ان انت في كل النواحي لازي انقذوا بسبب العمل الجماعي في كل فروع الحياة العمل الجماعي يقيمة كبيرة جدا كل الفروع في القانون في الإلكترونيات في التجارة في الصناعة في الكورة في الرياضة في الطب الطب بقى كمان عمل الجماعي وهي أهمية كبيرة وخصوصا في مجال الجراحات مجال الجراحات وخصوصا مجال الجراحات الانوريكتل اللي هي القناة الشرجية أو الشرج وما فوقه هذه المنطقة نتيجة التطور الكبير اللي حصل فيه التعامل مع هذه النوعية من الأمراض سليب جراحية ليس انفيزف يعني ما تعملش مشاكل لأنه كانت المشكلة عند واحد عنده مشكلة حول الشجرة وليكن همرائد وليكن ناصور هو تخوفه في ثقافته انه خاف يعمل عملية فبا يعرفش يتحكم في البراج انه سمع انه مش عارف سنة ستين حد دخل عمل العملية دي فحصله كده وبقت مشكلة كبيرة وتدقلها الثقافة اللي هي الثقافة الشعبية او الحكايات الشعبية تتدقلها بقى بنوع من التنظر على الطب الثقافة في الطب يا جماعة مهمة جدا ومن ضمن الثقافة ان انا اتقن فاهم قيمة العمل الجماعي اتقن كمي كمريض لان انا لازم ابعارف انه عمل الجماعي ده هو اللي بيضمن ان التكنولوجيا دي تتنفي الصحة لان لما اجي عمل عملية ولا يكون عملية مناصور فيها تكنولوجيا عالية جدا فيها ليزر فيها مناظير عالية الدقة يعني ذات دامتر او يعني مفيع جدا اللي بيمسك المناظير واللي بيفتح واللي بيستخدم الليزر الماشين غير الجراح غير الفريد التبريد كله نازم يبقى مضرب عارف هو بيعمل ايه وإلا هيتحول الليزر بدل ما هو نعمى الى نقمة وهتحول المنظر الى ملاهاش قيمة فعمل الجماعي هو اللي لازم اللي عمل الجماعي المضرب لازم يكون جزء مهم جدا في هذه المنظومة ده هنتكلم فيه النهاردة وزي تحولت جراحات الشرج من جراحات سيئة السمع الى جراحات جميلة السمع مش حسنة لا ده جميلة السمع بدل ما تحولت يعني ايه سيئة السمع كانت عملية يقعد الواحد ولا فلان عمل عملية قعد شهر اجازة راحت منه امتحانات السنوية العامة ما دخلش امتحانة كلية ومالحقش حتى الاسدور التاني الله اللي اللي حملية عملية عم وقاعد ونام في البيت الاسم المتميز واحد من سوبر السراز المجال عن مستوى الوطن العرب انحيال اساس دكتور محمد النجار اهلا بك اهلا بك اهلا بك اهلا بك اهلا بك وحشكي خلص الله يخليك انت عارض هيمو كيور الحقيقة يعني اسم الحمد لله ما شاء الله الحمد لله وكيور حلو او اسم جميل اه يا علاج شباء حمد لله قبل ما ادخل معاك في العمل الجماعي اللي هيدخل معنا او ادخل فيه فايدة التطور الكبير عايزك تكلمني على اثقافة الناس حول امراض الشرج المفاهمة اعراضها انت عارف انت عارف احنا عندنا في مصر الاعراض بتترجي بسعات غلط صحيح 100% اه الثقافة دي كانت يمكن في جزء من الاوقات المعدومة بدأت الحمد لله دلوقتي تبقى ترجع للناس تاني وبدأت الناس تاخد بالها من الاعراض اللي ممكن تظهر لها بدأت الناس تاخد بالها من هذا المجال يعني يمكن قبل كده ناس كانت تتكسب يعني اللي عنده مشكلة في الشرج او المستقيم كان يتكسف ويحرج لما بدأت الناس تسمع وتاخد معلومات وتشوف ان فيه دكتور بيتكلم في الحكاية وبدأ لدكتور يبقى اثنين وتلاتة وعشرة بدأت يبقى فيه ثقافة بدأت الناس تعرف انه مش لازم نتكسف مش لازم يبقى عندنا خجل ابدا من ان احنا عندنا مشكلة في الشرج الشرج جزء من الجهاز الهضمي زي زي اي حتة في جسمنا اذا تعبنا لابد ان احنا نتعالج صح يعني الحمد لله بدأت الناس تاخد بالها من الاعراض هذا العلم او هذا الجزء من الجراحة شرج والمستقيم الاعراض متشابهة يعني لو واحد عنده بواسير اعراضه قريبة شوية من الي عنده شرج الشرج اعراضوا قريبة شوية من الي عنده نصور اعراضه قريبة بعض الشر على الناس كلها من الي عنده سرطان مب 가는 مستقيم يعني هنا يجي دور الدكتور انه يقدر يفرق بين كل حاجة هنا يجي دور زي محرق كلمت من شوية فريق العمل فريق العمل ده مش بس ده كترة ده كترة وطاقم تمريض ومؤسسات وحاجات زي كده فريق العمل ده عبارة عن جراح وعبارة عن رجل بتاع باسولوجي يقدر يشوف اذا كان في حاجة في التشو ده ولا لا عبارة عن واحد تاع مناظير يقدر يهرين حاجات كويسة مهندس يقدر يشتغل على اجهزة جديدة حقيقة ان فريق العمل ده زي وحاجة كلمتي من شوية حاجة عظيمة جدا عن نفسي انا اتعلمت الحكاية دي انا اشتغلت شوية في المانيا في جامعة اسمها إليزابيس كولن في كولن في المانيا اتعلمت حناك يعني ايه فريق عمل ان الجراح بيجي يشتغل العملية بتاعته حواليه عشرة بيساعدوه حواليه واحد بتاع تخدير شطر قوي حواليه واحد بتاع مناظير شطر قوي حواليه ممرضة شطرة فهمها هي بتعمل ايه مساعد شطر جدا بيوريه يعني قرار ما بقاش قرار فردي بقى قرار جماعي وفي الاخر كل ده بيروح ناحية المريض الحقيقي الاعراض بقى والتشخيص بتاعها وترجمت ناس للعراض يعني ناس تقلق امتى تعرف ان ده عندي كذا اه يعني خلينا اقول ان جنرال كده اذا كان عندنا مشكلة في الشارج والمستقيم هتتمحور حواليه خمس ستة اعراض اذا كان مريض عنده بليدنج بالريكتم اذا كان مريض بينزف دم اذا كان الدم ده لونه احمر فريش كده يبقى جاي من القناة الشارجية السوفلية او من جزء السوفلي من الجهاز الهضمي ملحقش يقعد ولا يتجلط ولا يبقى لونه متغير ولا حاجر اذا كان الدم ده لونه مغير شوية اذا كان الدم ده متجلط اذا كان الدم ده لونه دارك ريتزا ويبدأ يعلى شوية فبدأ ياخد وقت شوية على حد مريض بعد الشر مثلا الناس اللي عندها كبد او حكا ازا كده يبقى الحاجز ما ملينا مثلا انه بينزل دم لونه اسود خالص يعني من اهم الاعراض اللي بنشوفها هو الدم اذا كان عندك دم مرض دم بينزل من الشرج او المستقيم دي علامة خطر لانه قد يكون عندك بوسير شرجية مسلا بوسير هي اوعية متمددة حوالين الشرج زي الاوريدة اللي في ادينا دي لكن منفوخة شوية قد كده فيبقى جدارها رؤيا لما البرازي عدي وهو نزل من الشرج رعجائي خابط فيها رعجائي من نزل نقطين تلاتة دم لكن فيه حتة حلوة قوي في الحتة دي قولك الدم ده بيجي مع مع دخول الحمام ولو انت قاعد كده تلاقي دم نازل لانه يفرج الدم اللي يجي مع دخول الحمام اسناء مرور الفضلات مية في المية بيبقى سببه حميد يعني مية في المية بوسير شرخ شرجي حاجزا كده لكن الدم اللي ملوش سبب يعني واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون مثلا وفجأة لا دم نازم من القرار الشرجي احيانا مش عايز برضو الخط للناس لكن احيانا بيبقى اعراض لامراض دمها تقيل شوية زي السرطانات واشجات زكت فاول حاجة المريض ياخد باله منها الدم اذا كان بينزل دم من فتحة الشرخ دمش طبيعي ومش ده العادي ارجوك خلي الدكتور ياخد باله منك لانه مش ده العادي تاني حاجة الالم الالم اذا كان الالم مع دخول الحمام يعني واحد بيدخل الحمام يجي له وجع شديد او حاجة اغلب الظن يبقى عنده شرخ شركي لان البواسير مرض غير مؤلم يعني لو واحد عنده بواسير عادية كده هل يتقلم لأ ما يتقلمش ويكتبه في الكتب عليها اسمتوماتيك يعني ملهاش اعراض طب امتى بقى يبقى عنده بواسير وعمل يتوجع اذا حصل عليها بعض المضعفات زي التجلط مثلا فيسموها سرومبوست بايل بواسير متجلط او مثلا بيبدأ درجاتها تزيد من الدرجة التانية للتالتة فتبدأ حلس حاجة تخرج برا فيبقى بخنوقة شوية فيبقى متوجع لكن البواسير ما بتوجعش يتوجع اذا حصل عليها بعض المضعفات وده علامة تستدعي النات ان الواحد ياخد باله اكثر غير الالم الافرازات اذا كان واحد عنده تشارج ربنا يخلقنا الحتة دي دراي يعني مش المفروض الواحد يبقى عنده بلل حوالين فاتحة الشركة ما يحسش ان فيه افرازات حشش فيه مية ما حشش ان فيه حاجات لونها اصفر ولا اخدر ولا كلام زي كده اذا فيه تشارج فيه حاجة مش مظبوطة نروح بقى ونيجي في تشارج ده نقول انه قد يكون سبب ونصور شارجي وده الاشعة يعني قد يكون سبب مش تشور خلاص بحاجة اسمها بروكتايتس بروكتايتس يعني الالتهاب داخل المستقيم والمريض ساعتها ينزل ميوكاس لتشارج يعني وكأن حاجات لازجة كده او حاجة العرض بتشابهة اللي عنده بوسير ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات اللي عنده شارخ الشارجي ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات اللي عنده نصور نفس الكلام اللي عنده بعض الشر ورم خبيث داخل المستقيم ولا حاجة ممكن يبقى عنده نفس الكلام مين يقدر يشخص الدكتور وشطارة التكنولوجيا الجديدة كان الزمان يعني لم أعرف شرائط بالوقت كان الفحص باستخدام الفينجرز كان هو الأساس هل المثال دي موجود؟ الحقيقة لا وده انتهى من ثلاث سنين من النهاردة لأنه اخترع وحاجة اسمها بروكتوستيشن بروكتو من بروكتولوجي من علم أمراض الشرك بروكتوستيشن يعني محطة كاملة أو طاور جامل جهاز عظيم جدا يمكن لكنه حجم كبير وظيفته بقى البروكتوستيشن فيه ثلاث حاجات فيه حاجة اسمها هاي رزيليوشي الانسكوب يعني منظر ليس المنظر بقى اليدة وي بتاع الزمان اللي كان لازم اللي هو ده بالزبط طور كاملة جدا الحقيقة فيها منظر منظر ده يخلينا ابص داخل الشرج مش ابص بعناي بقى ده انا هبص بالكاميرا اللي بتمجنفاي كل حاجة اللي هتطلع الصورة على المونتور الكبير ده على الشاشة الكبيرة اللي عندك اللي متكبرة جدا لدرجة بقى انه بره يستخدموا البروكتوستيشن ده في ايه بقى في الفحص المبكر عن سلطانات المستقيمة يعني يعملوا روتين خلي بقى لك مع الحاجات روتين بقى يعملوها كل سنتين تلاتة يخش يعمل البروكتوستيشن ده الكاميرا بتبين اذا كان فيه انسجة بدأت لونها يتغير اذا كان فيه بوليبس اذا كان فيه زوائق جلدية او حاجة زي كده فبقى انه كل المرضى اللي يجوا العيادات نعمل للهي رزوليوشن انسكوب اللي هو المنزار عن طريق الكاميرا اللي بالمناسبة لا يحتاج تخدير ولا فيه قلم ابدا لانه حاجة رفياعة جدا عفوا وكأن واحد بيحط ساببوزاتوري او بياخد لبوسة او حاجة زي كده حاجة رفياعة قوي بتخلينا وطبعا بيها ضوء عظيم جدا بتخلينا شوف كل حاجة جوا الشرج والمستقيم مع هاي رزوليوشن انسكوب او ال HRA فيه اندويني الالتراسوند صونار بقينا بنشوف به كل حاجة مستخبية ورا العضلات يعني لو واحد عنده وجهة او احنا مش عارفين وجهة ده من ايه قاد يكون عنده خراج ديب سيتيدي يعني حاجة جوا قوي امر ما تجراح هيشوفها الصونار يوريهنه ويورينا كوليكشن وكل حاجة غير ال HRA وغير الالتراسوند بقى فيه انل منومتري اللي بيقيس قوة العضلات كل الامراض حوالين الشرك كلها ما فهيش غير خفه واحد عند المرضى انه يحصل له عدم تحكم في البراز يروح يعمل استعمال بواسير ويقول لك انا خايف يحصل لك انا خايف يقول لك انا خايف يروح عمل ناسور يترعب من عدم التحكم اولا لذلك نتعمل المرضى الين surgical الاDIO做س اللي هو فحص العضلات اللي بيورينا قوة العضلات قبل العملية وبعد العملية كمان هل البرزازجوب رسدف في توفيذ تشخيص كل الامراض؟ كل الامراض لان هو الفكرة انه المريد حتى كمان يعني هقولك على حاجة من الحاجات المشهورة قوي ان المريض يجي لك العيادة يقول لك انا روحت عند فلاني الفلاني قال لي انت عندك بواسير بس روحت عند واحد بعدي بيومين تلقيت قال لي لا ده مش بواسير ده انت عندك شرخ شركي وبعدين جيت لك ما هو خلي بالك سمع مليون رأي ومين صح ومين غلطة الصح هو هو اللي هيوريك اللي بيخلي المريض نفسه يشوف المريض نفسه بقى الفحص ده بيشوف المداخل ومحاول الشرج على المونتور هو من قبل ما تقوله انت عندك كذا هو بيقول لك انا شايف البوسير بتاعتي في الحتة الفلانية انا شايف ان عندي شرخ شرجي في الحتة الفلانية ولذلك اصبح يتعامل لكل المرضى باجراء غير مؤلم لا يحتاج تقدير ولا اي حاجة الحقيقة يتعامل في دقيتين تلاتة بيطلع بريبرت كامل متصور فيه حتى الحاجات اللي احنا عملناها كمان بنقدر نكمبيري الريزلتس يعني عملنا حاجة الصورة دلوقتي واخدنا ادوية ولا عملنا حاجة زي كده ونقدر نقارر ما بين الصورة دلوقتي وبين الصورة بعد اسبوعين ثلاثة من العلاج وصلنا لحد فيه ما بين الاثنين يعني عشان ناخد المميزات الكاملة لازم يكون فيه فريق عمل او يعني متخصصين بيعرفوا يتعاملوا مع النوع ده من كثير بالزبط انا في منتقى الفخر الحقيقة بفريق العمل بتاع هي مكيور لانه كلهم على درجة عالية جدا جدا من الكفاءة الحقيقة كل واحد بيعمل حتة هو شاطر فيها جدا اه زي ما قول حركة حتى البروتستيشن ده فيه دكتور مخصوص يبقى قاعد عشان اشطر مننا كلنا عشان يقدر يورينا الحاجات اللي احنا منقدرش نشوفها لما ليجي نعمل العمليات يبقى في واحد شاطر اوي بيمسك المنزار واحد شاطر اوي اه مهندس طبي يبقى على اجهزة ليزر واحد شاطر اوي في وهكذا يمكن فريق الطب اللي هي مكيور فيه 12 دكتور كلهم ناس افاضل جدا وكلهم اشطر مني انا حتى كمان كلهم يعني الحية في منتقى الشاطرة اللي في الدنيا لما نيجي نشوف احنا عملنا التشخيص وقدامنا الحالة ايه التكنولوجيا اللي قدمت يعني ازاي ليزر قدم حلول ازاي المناظير دخلت ايه تطور اللي حصل في المنطقة اللي شوف احنا كانت الجراحات القديمة لمجال الشرج والمستقيم ده خلينا في الشرج كمان خصوصا يعني تعتمد على القطع عندك بوسير شيلها اعمل جرح مش مهم عندك شرخ شرج الشيل حوالي كده واخد كم غرزة مش مهم عندك نصور شرجي اقطع مش مهم صحيح كانت حاجات يمكن الاجيال احنا محظوظين بس ان احنا عايشين في عصر فيه تكنولوجيا عظيمة يعني الناس اللي قابلنا الاسادزة ناس افاضل ويعني يعلمونا كل حاجة الحقيقة يعني وما زلنا يعني يمتينهم فوق دي مرة لكن احنا محظوظين ان احنا جينا في وقت من الزمن فيه تكنولوجيا زيادة فيه مهندسين شاطرين فيه شركات عظيمة فيه مصانع فيه حاجات عظيمة فيه لازر قبل كده مكانش فيه فالناس يعني كده هتعمل ايه لكن اللي اللي ناخده على الناس شوية انه خلاص بقى يعني بقى فيه حاجات جديدة البوسير اللي كنا بنشيلها ونقطعها كلها ونسيب المريض عنده جرح قد كده يقعد في البيت شهرين تلاتة يتعالج منه بقى تعمل في خمس دقايق المشكلة بنشاهدت في العلاج مشكلة كان بيعمل النوع ده من الكراحات كانت مصر كلها بتعرف دراما اه بالضبط من غاب عنه شهرين فهو راجل استسلم وبدأ يتكلم بالضبط وكانت كل حتى الدراما والأفلام حدودوا تضحك على المرضى في فيلم جميل بتاع فنان كمدي الظريف جدا استاذ ايمن عمل باش ادراء عن البواسير اه يا وديع عمل بواسير ويتعامل يعني بكل متشارك على هو ايمن مبدأ الاحيان وده محيار فمتشارك على المشاهد ده اتا مشاهد طبي 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 اه وبقول ان فمستشفى خاص وعملها طب في ما فيش كيللك الا 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 اه ايوا لا كعما صعب جدا هو هو الطالب الانداخلين وبيعملو في اجزاملات احدش بيعمل كده اطبع في المستشفى يا جماعة صحيح بتعملت بفنتازيا اه ولا الزبط لكن تخيل بقى كل الهم ده مبقاش موجود زي ما قلت كنا بنقطع المصير بينا بنكويها فالمقور تنتهي كنا بنيكوي حوالين نقطع حوالي الشارك بنا بني كوي في خلالي كنا لما المريض يبقى عنده الشارك ديق شوية عنده فانكشنل اسبازل لازم نقطع لانترنل السفينكتر زمان بلا بداش نقطع بني نعمل سفينكتر لايسن لبني نعمل إراحة للشرك اللي كان عنده نصور كنا لازم نقطع النصور ونخاف على العضلات وكلام ذا كده بني نعمل فيلاك عصر الليزر دا اللي هو الفيستولات تراك ليزر كلوجر اللي هو علاج النصور باستخدام الليزر اللي هو هيخلينا ما نقطعش النصور ما نخافش على العضلات هيخلينا نيكو النصور باستخدام الليزر فرماني دي يبقى في امان تام 100% الحقيقة يعني ده تكنولوجيا عظيمة جدا لانه كمان الليزر واخد يمكن المين شير واخد 60-70% من التكنولوجيا لكن في تكنولوجيا عظيمة جدا اسماتي اتشي دي مثلا تعتمد على ان الاوعية الدموية بتاعت الباوسير دي لازم تتربط عشان تروح من غير حتى ما نعمل الليزر ولا حاجة فيه تكنولوجيا عظيمة جدا اسمها فافت اللي هو المنزار اللي بيورينا مداخل النصور الشرجي او حاجة ده ده دي كانت جراحات ده مريض عنده باوسير ومسلا احنا دلوقتي بقينا بنخش بالليزر كنا زي ما نقطعها دلوقتي بقينا بنقطع حاجة بقينا بندخل جوه البايلز ونحرقها بالشكل حاجة شايفوا ده تنكمش وتروح تماما من غير ما نعمل للمريض جرح ولا روء اريا ولا حاجة وبالفعل اذا كان المريض عنده باوسير زي دي تاني يوم يروح شغله والنصور عايزين نشوف النصور بالليزر ده مهم جدا بالذبت اللي انت قلت بلوقتي ده اللي هو اسمه في لاك في لاك داختصار حاجة طويلة اه فصلنه لازر كلوجر open فصلنه اللي возь dictionary اللي احنا هنقفله ده حاجة من الحاجات العظيمة قوي اللي هو اللي هو المنظر اللي بيدخل جوه النصور الى ياما عادنا نحلم ان احنا نفسينا نشوف جوه النصور ده هي بقينا بنشوفه بقينا بندخل جوه الص opera او انا فاكر حراج ق mosque لي لك كلمة زماني الحقيقة وانت بتعرف النسول الشرج قلت لي ده سرداب حاجة زي السرداب سرداب ده أنا حاجة مستخبية جوه محد شايفه السرداب ده ما بقاش سرداب دلوقتي بقيننا شايفينه بقيننا عارفين الطريق فين شايفيني تشعوبات شايفين الوول بتاعة التراك السرداب هو نفق رفيع بالزبط سرداب نفق رفيع بالزبط بقيننا بقى جواه بقيننا شايفين التيشو بتاعه يعني الحقيقة تقدم علمي عظيم جدا خصوصا في علاج النسول الشرج لانه أصبح نتائجه كمان هيلة قوي لما بنكونبين الفافت مع الليزر لما نحط المنزار جنب الليزر دي شركة أمريكية اسمها ستورز دي شركة ألمانية اسمها فاليتلتين بقوا جنب بعض يعني الحقيقة يعملوا نتائج عظيمة جميع التكنولوجيا ما لهاش آخر أبدا فيه علاج أمراض الشرج والمستقيم وكل يوم بنلاقي حاجات تخلينا نبعد المريض عن أي حتة فيها خطر هي الفكرة زي ما بقول لك ان الأمراض دي زمان كان فيها خطورة في عملياتها الخطورة دي بقت زيره يعني بقى المريض يعمل عملية واقول له انت مية في مية مش هيحصل مضاعفات الألم ما بعد العملية نقول لك انت معندكش ألم لكن هل ألم نروح ونيجي فيه آه ممكن نعمل مريض ويتوجع يومين تلاتة وأنا أقول له دك مش تتوجع في مريض نعمله ويتوجع ساعتين تلاتة لكن اللي ما فيوش كلام أبدا السيفتي اللي ما بيحصلش أبدا اللي احنا شوفنا دلوقتي ده المنزار اللي هو بالزبط اللي احنا بندخل به جوه التراك اللي هو بيورينا المليهات الصغيرة اللي كان مستحيل نتخيل أو نحلم اللي احنا نفعني جوه التراك جوه النصور الليزر اذا كان بيدخل لما نشوف دلوقتي الليزر هو بيتعامل مع النصور هيمشي في النصور ويحرقه من جوه بس مش كان شايف مش شايف بالزبط يعتمن على خبرتك انت يعني عن الجراح وهو بيسحب بالملي ويحاجات بك ده ندلوقتي بقى 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 نشوف وانحنا بنحرق يعني خلي بالك من داخل دي لي هى الاصطار في التالي فبقر اشايفين وانحنا داخلين لو فيه حتة انا مخدتش بالي منها وانا بحرقها يتباني قوي في الكاميرا ان انت ما حرقتش كل حاجة فقط يكون ده سبب الارتجاع عن النصور بقى 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 لازم تحرق الحتة بتائه إذن صعب مبين يعني محتاج يعدي عادي الليزر هو داخل كانت بالضبط ده تكنولوجيا الواحدة بالضبط فمش بس تكنولوجيا واحدة بقى ده إنتاج وفرت للمريض كل التكنولوجيا اللي في العالم هل بقى لك إحنا كان عندنا خبير ألماني حقيقة من الشركة بتاعت الليزر على فكرة دول الشركتين يعني دي ألمانيا العالمين دي ألماني ودي عشكمال أمريكا بالضبط دي شرك ستورز كانوا بيحاربوا بعض فيهم الأيام بالضبط صحيح؟ ده كانوا بيحاربوا بعض كابلات بالضبط دلوقتي شوف بيعملوا تعاون علمي بالضبط وهو ده قيمة الأبحاث العلمية وهو ده قيمة فعلا يعني قيمة الإنسانية العلم بيقرب مية في مية كانوا بيفلوا بعض بالضبط أمريكا كانت بدفني دلوقتي يبقى بنشتغل سواء يعني بيننا أنا بقدم أنا شاطر قوي في تصنيع المنظير في عمالة المنظر اللي هو الفرفت وانت شاطر قوي في تصنيع الاجتس الليزر فعملنا لحاجتين مع بعض اللي يخدم المريض أنا أقول لك نحن كان عندين قريب خبير كده بالألمانيا الرجل انبهر بأنه هو جاي فاكر إن إحنا بنستخدم الليزر فس فلما دخل وشاف المشينز والأجهز وحجاز كده رجل انبهر إنه وشافش في مكان إنك واخد كل حاجة حلوة من كل حتة يعني كانك واخد التطور الأمريكي كله في شركة ستورز واخد التطور الألماني كله في شركة بوليتك أنا بالمناسبة لأننا بحبه جد الحقيقة بروكتوستيشن ده واحد بروكتوستيشن ده كان موضوع الحوار بتاعنا بالضبط خلاك هو واحد من أربع أجهزة في الوطن العربي ماشي الله يعني محطة التشخيص الوحيد اللي في مصر بالمناسبة وكانت بالمناسبة جامعة إن شمس هتشريه لكن المشاكل في الميزانية وحاجاز كده وقف الموضوع عندهم عندنا في هيموكيور وموجود في دبي في مستشفى في دبي في مستشفى زولايخة وموجود في بلديج كمان جول وطن العربي أربعة جول وطن العربي في إيطاليا وفي ألمانيا منتشر شوية تلك جولة عربة أربعة أربعة أجهزة بس أجهزة تشخيصية تشخيصية بس بتاع مش حاجة بتعليكش حاجة على فكرة دايماً في مخلط أجهزة تشخيصية في الزبط ما بيعليكش لأنه أنت بتعمل إيه يعني بصلا إيه أصرف يا عم على ليزر لأنه أنا هعمل به العملية بس بناها شخاصه بالضبط طيب أنت عارف المقارنة فين؟ اتنين دا كاترة واحد شاف المريض اللي لمدة ثواني وقال له أنت عندك بوسير وإحنا عدنا ربع ساعة نشخص المريض بالأجهزة والصور وكل حاجة وفي الآخر إحنا قلنا له أنه عندك بوسير صحية لكن أنا متأكد هنا أنه ما عندهوش حاجة غير البوسير وهنا هو مش متأكد هو خايف يكون عنده حاجات تقنية أو حاجة يكتشفها جوه العميات أو حاجة دا كتا هي ده بقى قيمة التطور وقيمة أنك يعني بتسعى الحقيقة الحاجات الجديدة كلها أنت النهاردة أسعى التنية سعى الله يخليك والنهاردة تفسحنا فسحة جميلة جدا في عالم يعني فسحة جميلة يعني النهاردة على فكرة الحوار كان بدون ترسيب إحنا النهاردة كنا هنقعد نتكلف البروكتوستيشن لقيت أن البروكتوستيشن دا يعني أسالة لعاب العلمي فإن أنا أشوف بقى إيه اللي ورا شخاص ناسي ماشي الليزر يعني أبهرنا قلنا لأ ندخل ورا الليزر نشوف فيه إيه تطلع كمان الطمع مش إننا نعمل الليزر عمياني بجايد بمتتبع الخيط لازل نشوف فيه لا دا أنا هشوفه بمنظر دا أنا بقيت شاطر أوفل الله مزر جدا والله كل تخصص يقولولي صحيح جدا والله بقيت أعدل عليه وبخطة على جاية تروقهم صحيح صحيح ضيف العزيزة عملك صحيح بتبقى مضطربة مع فريق عملك بحفس بالأمان اعتزازك فريق عملك دا مهم جدا واختيارك له مش موضوع سهل دا موضوع عايز تركيز شديد صحيح جدا خليكم انا سهل موسيقى موسيقى